اشتركوا في القناة ويؤكد القيمة الكبيرة للرياضة والرياضيين وأيضا يساهم في إنجاح موسم الدرعية ليولد كبيرا هذه المساهمة لم تكن مكتصرة على الحضور بل أيضا على مستوى التخطيط والدعم المالي وبناء استراتيجية رياضية وبناء تحتية جاذبة ومنافسة لأبرز المنشآت الرياضية في العالم واستقطاب العالميين في كل الألعاب حضور سمو سيدي ولي العهد رسالة عميقة للصناع الرياضة في المملكة مفادها أني داعم ومشارك ومتطلع ومهتم لأن تكون الرياضة السعودية دائما في المقدمة وأننا قادرين على استضافة أكبر المحافل الرياضية العالمية وقبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للإطلاع على آخر أخبار الدولي السعودي ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاق الدولية واللي ظاهر دائما معك أسفل الشاشة ضيوفي في حلقة اليوم واللي أسعد بوجودهم معي في الحلقة أبدأ بين الكابتن والنجم محمد الدبيخي أيضا الكابتن والنجم خميس الزهراني الأستاذ حسين الفالح الدكتور محمد الناصر الأستاذ سالم الأحمدي والأستاذ سالم أبسام الحياني وسأكم الله بخير يا جماعة وسأكم الله معي اليوم في الحلقة سعيد بوجودكم نحن دائما نبدأ الحلقة بالأخبار آخر الأخبار في برنامج الدولي سمو ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة أي بي بي فورميلائي للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالمملكة في مدينة الدرعية وتوجه سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل الفائزين في اليوم الأول من منافسة فورميلائي الدرعية رفع سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالص الشكر والتقدير لسموي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على تشريفه حفظه الله لسباق فورميلائي في افتتاح فعاليات موسم الدرعية أجر الهلال لاميرانه الرئيسي اليوم في توكيو قبل أن يغادر إلى السيتامة اليابانية استعدادا للقاء روى الياباني بعد غد الأحد في إياب نهائي دور أبطال آسيا 2019 تستكمل مباراة الجولة العاشرة غدا بلقاءين حيث يستضيف ضمك فريق التعاون في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة فيما يحل الفيصل ضيفا على الأهل في ملعب الجوهرة بجدة يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا السبت مشاركته في البطولة الخليجية السادس عشر لكرة السلة أمام المستضيف الكويت عند الساعة السابعة مساء في مواجهة الافتتاح طيب أول خبر بتعطى معاه أهم الأخبار اليوم حضور سمو سيدي ولي العهد للفرمولائي أبو نواف هذه رسالة كبيرة للرياضيين رسالة مهمة للرياضيين بتواجد سمو سيدي ولي العهد هي رسالة مهمة أيضا لكل المواسم اللي تتسير في المملكة العربية السعودية وجود ولي العهد والتشريف الحفل اليوم بسباق الفرمولا هي دعم للرياضيين دعم للمؤسسات الرياضية اللي موجودة وأيضا رسالة واضحة زي ما ذكرت في التقرير لأن الاهتمام بكل البرامج التنموية اللي تكلمنا فيها عدة مرات من خلال المسابقات والبرامج والفعاليات الرياضية اللي تسير وجود سمو ولي العهد تحديدا رسالة ستذلل كل الصعوبات كل الأخطاء اللي وجدت ستعالج كل الدعم اللي تحتاجون سيكون موجود أنا معكم أول بأول اهتمام بشريحة مهمة جدا من الرياضيين اللي تعني بالشباب وبشريحة جدا شريحة مختلفة تمام اللي تختلف عن كرة القدم نعم في خلط عند الناس كثير أنه لما تكلم عن الرياضة أنها فقط هي كرة قدم صحيح الرياضة عدة وسائل عدة ألعاب عدة مناحي متعددة الفرمولا تجد لها جمهور مختلف لها قوانين أنظمة لكثير مننا ما يعرفها بالتالي حقيقة هي امتداد للدعم الحكومي للترفيه للشباب لاحتياجات الشباب لكل المناحي ومناشط الحياة اليومية اللي يحتاجها المجتمع السعودي أكثر للمشاركين وبنواف اليوم رسالة لهم عن اهتمام الرجل الثاني بهذه الرياضة وصناعة الرياضة مختلفة ومن خلال الضيوف أنا شفت اليوم في الأخبار حتى ولي عهد البحرين كان موجود نعم أسماء كبيرة على مستوى المجتمع السياسي وموجودة فرصة ودعم قوي جدا وأيضا رسالة أن نرحب بالعالم في هذا البلد اللي هو قبلة المسلمين وأيضا وجهة كل العالم بحول الله نعم كابتن عمد بخي عن حضور اليوم وتشريف سمو سيد ولي العهد الفورمولا ويعني يتوافق مع موسم الدرعية ويخلي موسم الدرعية يبدأ كبير بدون شك لما يحضر سمو ولي العهد في المناشط سواء كانت رياضية أو حتى اقتصادية أو غيرها من المناشط التي تقام فهذا يعطي طبعا محفز كبير لنفس المنتج الذي نتحدث عنه اليوم موسم الدرعية بمختلف طبعا فعالياته ومناشطة سواء كانت رياضية أو ترفيهية أضف إلى ذلك زي ما قلت لك وقلناه سابقا ومن الموسم الماضي فيه متغير كبير جدا في الساحة السعودية على المستوى الاجتماعي والرياضي والثقافي والترفيهي والمجتمعي بصفة عامة هذا التغير لا بد أن يكون فيه متابعة كبيرة محفزات كثيرة دعم مالي احتضان فعاليات الكثيرة أيضا خلال موسم كبير جدا أنا أتكلم عن الفعاليات اللي بتكون خلال الموسم بكثرتها وقيمتها وتنوعها يعني يعطي دلالة كبيرة جدا على المملكة العربية السعودية لديها من القدرة الكبيرة على استوعاب كثير من المناشط والمحافل أنا عجبني أيضا يليتي حط لنا الصور على المجلة اللي صدرت فيها عجبني فيها طبعا نتكلم عنها بأخليلها جزية بأقول تفاصيل عنها هيدان بتتكلم عنها يعني تستحق الصراحة نعم تستحق وممكن أخوي سالم بما أنه يتصفح مثلي المجلة راح يبدأ طبعا سالم عن اليوم تشريف سمو سيدي ولي العهد عن أنه اليوم طموحاتنا صارت أكبر تحدياتنا أيضا على مستوى صناعة الرياضة صارت أكبر باهتمام كبير من الرجل الثاني في البلد ويتعاطى مع الرياضة يحضر افتتاحات يدعمها ماليا يقف بجانبها بشكل كبير حتى اليوم شفنا مثلا رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيزي يشكر هذا الحضور يعني يعبر عن دعم كبير لتنفيذ كل الأمور الرياضية شوف عبد الرحمن أخر شي أمسي عليك عزيزي مراء الكرام مع المشاهدين يعني خليني أبغى أبعد الجانب أبعد من الرياضة روح يعني الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية الأهد يعني فيه يعني مقولة شهيرة أما الزبد فيذهب خباء وأما ما ينفع الناس فيمكذه في الأرض يعني حملات تشكيك كبيرة طالت سمو سيدي والعهد في تلك الحقبة ولكن فعلا أما ما ينفع الناس فيمكذه في الأرض هو الذي يبقي وكل تلك الإرهاصات وتلك الإساءات وذلك التشكيك ذهب أدراج الرياح الشباب اليوم في المملكة العربية السعودية لك أن تتجول في المملكة من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها في السهل في الجبل في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية تجد أن اللغة السائدة هي لغة الشباب وهذا الأمر لم يتأتى لو لم يكن هناك قائد ملهم يعني يزرع في كل عناصر المجتمع السعودي تلك الروح الوثابة وتلك النفس المتقدة للحماس وللعطاء وللبذل يعني اليوم أنا من الأشخاص اللي ما أتابع الفرمالي ولا عمري شفت أنه يمكن أحيانا عندما نتصفح القنوات بالريموت نشوف ثواني ثم غير القناة ولكن يجب أن نعلم أن هذه رياضة على مستوى العالم وبالذات شركات كبرى يعني اليوم أنا جاي أقرأ الصحف السعودية وللأمانة كانت في طغطها جميلة جدا من كل الصحف السعودية حول هذا الحدث العالمي الكبير عندما تشاهد هذا الحدث العالمي الكبير وهذه الأسماء الكبيرة على مستوى العالم يعني أنا ما أعرف الفرنسي فير مثلا الذي حاز على البطولتين السابقتين ويشارك للمرة الثالثة وقد يحرز اللقب صحيح يعني هذه أسماء كبيرة عالمية تأتي لمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير يعني بعض المهتمين في كرة القادمة يقول لك أنا ما لي في الفرنسي أنت ما لك صح وأنا ما لي علاقة بالفرنسي ولكن هناك شريحة على مستوى العالم بمئات الملايين اليوم كانت أنظارة تتجه صوبة درعية وإذ بم يتفاجأون بالرجل الثاني في الدولة يكون متواجد وبين الناس وبطريقة سليسة وسهلة ومعه بعض الشخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة السمو ولي عهد مملكة البحرين الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عندما تأتي مثل هذه الشخصيات لهذا الحدث الرياضي الكبير المعنى به شباب فبالتالي أنت تطمن على مستقبل الشباب يعني بعيدا عن الرياضات وعن الأنشطة وعن الفعاليات التي تقام نحن الآن في مرحلة جديدة على الجميع أن يتقبلها هذه المرحلة يعنى بها بالدرجة الأولى شباب هذا الوطن نحن يجب أن نستثمر في هذه الطاقات المملكة لديها إمكانيات بشرية هائلة متى ما وضعنا الثقة فيها أعتقد ستكون المملكة أنا أتوقع بإذن إلى تعالى في العشر سنوات المقبلة في مصاف الدول العالمية ولكن يجب أن نهتم بالشباب ونرعى الشباب وهذا ما نشاهده من الدعم الكبير الذي يجده هذه الفئة من سمو ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين والحكومة بشكل عام ليه؟ الآن لو نأخذها لعبة لعبة سترحة نبحر في الحديث اليوم فور مليئي المصارعة الملاكمة السكواش المبارزة كل الرياضيات الرياضات على مستوى الألعاب العالمية والآسيوية ترى موجودة في المملكة العربية السعودية وأنا كل مرة أعيدها من ثلاث سنوات سعودية فعلا باتت الوجهة الرياضية الأولى شاء من شاء وأبا من أبا عليهم أن يتقبلوا أن المملكة أصبحت هي البيئة الجاذبة لكل هذه الرياضات ولكن ما زلت أؤكد ويجب أن أؤكد أن يجب أن نستثمر هذه التظاهرات التي تقام لدينا ما هم من المعقول أن نستضيف هذه الكمة الكبير من الإمكانات والخبرات ثم يغادرون ولا نورث الأجيال تلك الخبرات يجب أن يكون لدينا جيل قادم في الألعاب العلمية جيل قادم في كل الرياضات في كل المنافسات فبالتالي أنا سعيد جدا اليوم أشوفه الفعاليات متواصلة لسا عندنا ألعاب وبطولات وإحتفالات كثيرة جدا في مجال الرياضة وأعتقد أن نعيش في أزهع عصورنا الرياضية نعم أكمل على كلامك قبل شوي سالم وأنت تتكلم أنه كان الفورمولا محدودين نحن نشوفها لقطات ومعدا نعدي الموضوع اليوم نحن حتى في الإعلام الرياضي نتثقف رياضيا في كل هذه المناشط الموجودة على المبارزة على السكواتش على التنس على الفورمولا نحن ننتابع لأنها عندنا موجودة في أرض المملكة العربية السعودية فبالتالي نحن كأعلام أصبحنا مجبرين نتعاطم هذه الأسبان التي قبل شوي تقولها ونعرفها على مستوى العالم ففيها فوائد كثيرة حتى على المستوى الإعلامي في التثقيف الرياضي والتنوع يعني اليوم يتحدثون عن شركتين السيارتين الكبرى مرسيد سوبورشا لأول مرة يشاركون من ثلاثين عام يعني هذه المعلومة أنا ما كنت أعرف نعم أن هاتين الشركتين ما كانت موجودة نعم الآن تعود وإسمين كبيرين في عالم السيارات أعتقد حدث عظيم جدا حسني فالح طبعا حضور سمو سيدي ولي العهد للفارملائي واهتمامه الشخصي بالمناسبة يؤكد المقولة الشهيرة لسمو سويدي ولي العهد أنه همتنا يعني تساوي جبل الطويق نعم والسلوغن اللي موجود في اليوم الوطني والسلوغن الجميل اللي هو هم حتى القمة هذه الهمام لابد أنها تزرع في نفوس الشباب سواء الموجودين في الدرعية أو اللي يشاهدون اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالفارملائي حضوره الشخصي رسالة مباشرة للشباب أنه اجعلوا همتكم عالية بلدكم وصل إلى العالم ككل طبعا الاهتمام بالدرعية هي هدفا تطويريا رؤية عشرين ثلاثين باعتبارها يعني عاصمة تاريخية وعاصمة استثنائية نعم ستوجه الأنظار للدرعية بالمناصط هذه المتعددة مناشط الفورمالا إي المناشط المصارعة المناشط الاجتماعية زي ما ذكرنا بالأمس أنه شركات كبرى سترعى هذه المناشط نعم شركات عالمية سترعى وجود بورش ومرسدس لأول مرة اهتمام ولي العهد انعكس على حضور السياسي الكبير سيف بن زايد الشيخ السيف بن زايد حاضر رئيس مجلس الأمة حاضر ولي عهد البحرين حاضر وشخصيات أخرى كبيرة حضرت للدرعية وشخصيات عالمية حضرت أيضا للدرعية وهذا يؤكد أنه الأنظار اتجهت للدرعية بشكل كبير وإن شاء الله نجد يعني الأنظار تتجه إلى كل مدن السعودية بدون استثناء وهذا الاهتمام الكبير الذي نجده من خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسموه سيده ولي العهد اهتمامهم بكل المدن صغيرة وكبيرة الخدم الحرمين الشريفين حفظه الله كان له مقولة شهيرة هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم في كافة الأصعيد صحيح ما كانت مقتصرة يعني على صعيد معين نعم في كافة الأصعيد فهذا اللي نشاهده اليوم رياضيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجا صراحة يحتدى فيه بكل المناشر نعم دكتور اليوم حتى مثلا على مستوى هيئة الرياضة وجود اليوم سيدي سموه ولي العهد على الافتتاح اليوم نشوف حتى صاح الأمير عبد العزيز يتحرك بنشاط كبير وبتنوع كبير في هيئة الرياضة من خلال الرياضة تحديدنا زي ما قلنا دائما نتكلم على أنه كرة قدم اليوم الرياضة باتت متنوعة حتى احنا كأعلام أصبحنا مجبرين حتى على التعاطي مع هذه الأنشطة الموجودة واتفاق يعني أخذ كثير من المعلومات عنها صحيح طبعا خليني في بداية أتكلم عن زيارة سموه سيدي ولي العهد اليوم اليوم يمكن لو لاحظت حتى في وسائل التواصل هو يعني امتداد لكلام زميل سالم الهمة الشبابية والإلهام لسموه سيدي ولي العهد على جميع الأصعداء الآن خلنا نتكلم يعني بمعزل عن موسم الدرعية أو حتى النشاطات الرياضية ونشاط هيئة الرياضة اليوم كان كرنفال وطني في وسائل التواصل صور سموه ولي العهد الاحتفاء بمقدمة على جميع الأصعداء من جميع الجماهير المتابعة المهتمة دائما في الشأن الرياضي إذا تكلم دائما عن الرياضة في المملكة العربية السعودية تتكلم عن شريحة كبيرة جدا تتكلم كذلك عن الشباب اللي يشكلون تقريبا 70% من سكان المملكة هذا يعني كانت الزيارة رسالة إيجابية جميلة خلني أقول لك كان فيها رسائل كثيرة يعني عكستها وسائل التواصل ودائما مثل هذه الأشياء دائما تصنع بإرادة شعبية يكون لها احتفاء وتفاعل غير مرتب يعني الجميع تفاجأ بوجود سمو سيدي ولي العادة الجميع احتفى فيها إلى أن صار الترند حتى في تويتر وسائل التواصل هذا بالنسبة للزيارة بالنسبة كذلك لارتباط اسم الدرعية خلني أخذها برضو من جانب تاريخي لما تتكلم عن الدرعية واسم الدرعية على تاريخ الدولة السعودية وتجد فيها اليوم القيادة ممثلة بسمو سيدي ولي العهد القيادة الشابة هنا كذلك مز جميل بين عراقة السعودية تاريخ السعودية وبين القيادة الشابة القادمة كل الأمور هذه كانت فيها رسائل جميلة جدا بالنسبة للي تفضلت فيها سمو رئيس الهيئة حتى اليوم برضو تابعت لقاء له في أحد القنوات وكان يتكلم باهتمام بالغ عن الحرص على تعدد الرياضات إلى درجة أنه يعني حتى كنا احنا كرياضيين ومتابعين كرة القدم كنا نتكلم عن تفقد الأرضية الملعب الأمير فيصل بن فهد شفته اليوم كذلك يتفقد أرضية الفورميلة وكان تكلم فيه جزئيات طبعا هو ابن اللعبة هو بطل من أحد أبطالها كل الجزئيات البسيطة من السهل عبد الرحمن أن القائد يتكلم بناء على تقارير ترفع له من السهل أنه يتكلم خلال نبرة الكلام والأرقام والتفاصيل هذه أن تعرف هذا القائد مطلع على كل شيء رجل ميدان موجود في الميدان ويعرف كل شيء أعتقد أن القيادة أولت الاهتمام كبير لما تكلمنا عن سمو سويليا العهد هنا نتكلم برضو حتى على مستوى كرة القدم دعم الأندية الدعم اللامسبوقة اللي نحن قاعدين نشوفه وكذلك لما نجي الآن ونشارك في بعض المواسم وحتى تشرف بزيارته لا شك أنه تتويج الجهد برضو سمو رئيس الهيئة اللي قاعد برضو يبذل على جميع الأصعدة ويعطي كل الألعاب الاهتمام اللي تستحقه بدأت أنا أخي عبد الرحمن لا شك أنه مثل هذا الدعم أو هذا الحضور يعني أمر محفز للرياضيين بشكل عام اليوم اللي حصل حدث عالمي هو حضور الأمير محمد بن سلمان الوحد وهذا حدث صحيح إضافة إلى الحدث العالمي وموجود اللي هو الفورميل اي لا شك أنها رسالة مهمة للرياضيين في الدعم والمتابعة في أمر مهم أنا أشوفه من ناحية ثانية أخي عبد الرحمن اليوم تحدث عن ألعاب في موسم الدرعية يعني بكون صراحة ما هي مسلط عليها الضوء بشكل كبير ولهي ممارسة عندنا بشكل كبير عندنا في المجتمع هذه الألعاب تتكلم عن فورمائية تتكلم عن فروس فروسية أكيد أننا مجال فيها ملاكمة التنس هذه لها هدف كبير وأسمى في الرؤية اللي هو رفع نسبة الممارسين للرياضة يعني اليوم أتحدث عن اللعبة الشعبية الأولى كرة القدر لكن هل كل المواطنين يمارسون هذه اللعبة؟ هناك ألعاب أخرى تستحق الاهتمام وبالتالي هذه أعتقد أنها مساهمة أو يعني مبادرة تصب في تحقيق هذا الهدف اللي هو رفع نسبة الممارسين للرياضة اهتمام مهم وكبير من القيادة الرشيدة لهذا الأعاب اللعبة التي افتتاحها اليوم وهي الفرميلا إيه وإن شاء الله بإذن الله أن نشوف بإذن الله هذه المكاسب اللي حصلنا عليها مثل ما تفضل لخميس الحلقة الماضية ذكر أنه عندنا أصول أصول اللي الآن بقت عندنا الملاعب المضمار الفرميلا إيه نحن نجلس ثمانية سنوات ننظم الفرميلا إيه وبالتالي هذا سيكون مكسب لنا على مستوى بعيد للشباب وبإذن الله أنه نخرج أبطال في هذه الألعاب إلى عشرين ثمانية وعشرين نحن على النظام يوم شدني صورة مع كل الحضور شدني صورة مميزة جميلة الأمير تركي الفيصل كان موجود وحاضر متصور مع أحد الإعلاميين فكانت صورة جدا جدا مع برقاء يتفرج ونظر من بعيد بمرتاع الرجل لكنها حقيقة بالنسبة لي كانت جميل جدا حريص حريص على الحضور كان موجود اليوم لكن ما أصلت عليه الضو كان مع بطركي يعني سابع طيب أيضا نهاية الرياضة يعني بمناسبة موسم الدرعية أصدرت هذه المجلة حقيقة مجلة مميزة بس نستعرضها يا شباب طبعا هذه هي المجلة الدرعية هنا العالم إخراج كل التفاصيل الموجودة على مستوى المجلة عمل حقيقة مميز هذه المجلة كانت طبعا بإشراف الدكتور رجل السلمي وأيضا الأميرة نوف بنت خالد وأيضا فريق عمل سعودي أدار هذه المجلة فريق عمل سعودي برئاسة زميلنا وناقدنا في برنامج الدوانية لأستاذ حسين الشريف وأيضا معك معا الزملاء فلاح الحربي وهو المخرج والمصمم وأيضا خالد الجار الله حقيقة فيها كثير من المعلومات والتفاصيل عن موسم الدرعية وعن الرياضة أو الأنشطة الموجودة في موسم الدرعية حقيقة هي ممتعة المجلة وتتفرج عليها باللغة الإنجليزية واللغة العربية ممتعة على المجلة هذه قبل شوية تتكلم عنها عمل أنا مجرد فكت الصفحة الأولى قرأت فلاح الحربي وخالد الجار الله وحسين الشريف هؤلاء الثلاثة أنا تشرفت بالعمل معهم في صحيفة عقاب صراحة زميل فلاح الحربي مخرج سعودي شاب لديه مكانات كبيرة وعدد كبير من الإسحمات في مثل هذا الانتاج زميل خالد جار الله زميل حسين صراحة عمل مميز جدا في هذه المجلة تسليط الضوء على الفورمولة بشكل كبير جدا وعلى مهرجان الدرعية بشكل أوسع يستاهلون حقيقة عمل مميز يعني أبو خالد وفريق العمل اللي معاه وإشراف الدكتور رجا ظهروا حقيقة عمل أو مجلة فيها كثير من المعلومات وكثير من التفاصيل عن موسم الدرعية أبو خالد دائما ما تسمحت لي بس الأعمال المثل هذه إذا تكلمنا الآن عن نشاطات الهيئة سواء الإعلامية وحتى في المؤتمرات قاعدة تقاموا واتحاد الإعلامي الرياضي هذه لا شك دائما نذكرها كمنجز لكن ما تظهر صدفة إلا خلفها رجال مثل ما أشارت طبعا زميل سالم وكذلك على رأسهم الدكتور رجال اللي قاعد يبدو صراحة جهد يمكن دائما نغفر حتى عن ذكر اسمه في بعض الأشياء اللي دائما يكون له تواجد الجندية المجهول خلف بعض أو أغلب الإنجازات اللي قاعد نلمسها ونشوفها أتوقع أنه الكوادر البشرية اللي تكلم عنها بولارا في بداية الحلقة السعودية تستحق أن نفتخر فيها ونبرزها دائما معك مجلة؟ معي مجلة حسبرني ما أعطيتك لا مخبية عشان ما تأخذها بعد الحال لا موزعنا على المجموع طيب موسم الدعية حمد بالنسبة لهذا الموسم الأخبار يعني خلنا أقول الأهداف عند هذه الرياضة يعني أن يكون الزائريين يتجوزون المليون مع التنوع هذا اللي موجود في الموسم والله يشوف يعني إذا هم حطين الهدف مليون الزائريين أمس واحد من الشباب تكلم عن عدد أكبر أعتقد يعني بيكون حاجة على البرامج اللي هم وضعوها والمدة الزمنية اللي بيتكون فيها البرامج وسعة الأماكن برضو الموجودة أتوقع يعني ممكن يجي مليون أنا قلت لك يعني إذا إذا كان فيه هناك مناشط كثيرة أنا حقيقة ما أدري يعني كم سعة لأن أنا أجهل سعة المدرج لحق الحلبة كم عدده حق التنس التنس أنت لازم مرضو عشان هم بنون العدد وفق حاجات فيها متنزهات فيها ماكي اللعوائل فيها يعني العدد اللي بيحضر تعارف لعبات التنس بطول التنس جاي أسماء كبيرة جدا يعني حاضرة أكيد بيكون الحضور في كثير جمدل أكبر خالي زي ذكر أمس أنه أعتقد ثمنتاشر أمس تقريبا مساعة المدرج واليوم سموه الرئيس الهيئة أكد أنه العدد المتوقع للزيارة تلاثين إلى أربعين ألف بشكل يوم طبعا بطولة التنس ترى أربع أسماء ما أعلنوا عنها أسماء راح تكون مفاجئة في بعضهم صحيح انتظروا الموافقة أسماء لأن فيها أعتقد ندالة وواحد مصاب انتظروا يعني الأخبار اللي تراوي العموم أنا أقول لك يعني كبداية أنت تكلم عن بداية الآن مرحلة البداية نعم فترة زمنية من الموسم الماضي نعم فبالتالي القياسات عندهم إذا وصلنا للمليون يعني أعتقد أنه نجاح بالنسبة لهم هم وفق المناشط وفق المنشآت اللي تم استحداثها وإن شاء الله نحن بنكون من ضمن المليون طبعا نعم لأننا بنحضر وحضر ببارك حامل أبو عبدالله برضو أنه اليوم برضو ذكرها الأميرة وفي تصريح سابق أنه من الصعبات التي تواجهت دلعية المداخل المحدودية المداخل نعم فلما تتكلم لذلك أعتقد حطه خطوط بديلة ترددية تنقل وبساط فأعتقد أن هذا برضو تحدي لما تصل مثل هالأعداد في ظل هالصعوبات أعتقد أنه نجاح طيب نحن نروح لفاصلنا الأول في الحلقة ونرجع نكمل مع ضيوفي يا هلو مرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج دونية اليوم قيمت ثلاث مباريات من الجولة العاشرة لدور كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في البداية أبهى انتصر على الفتح بثلاثية مقابل هدف وأيضا في الرس كسب الرائد فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفي الرياض خسر الشباب من الفيحة بهدف نظيف خلونا نحن نشوف نتذكر مباراة الشباب أو أهداف مباراة شباب والفيحة بصوت الزميل سمير المعرفي بتحقيق الفوز وطالب بتحقيق الاتصار هنا أمام أنظاره الشاقة وأمام جماهيرة بحث عن التقدم أكثر وأكثر وكرة لدى سمويل عسو يحرم خلف الدفاع ويضرب مرمى الشباب سمويل عسو في لقطة مخادعة ومع دقيقة ستين يصل إلى مرمى اللييف طيب خلونا نبدأ بمباراة الشباب الفيحة الدكتور اليوم الفيحة يقدم نفسه الشباب يعني لا زالت الأمور ما هي واضحة مع الشبابين صحيح طبعا أنا على صعيد الشخصي يعني من شف تشكيلة المباراة كيف تبدأ المباراة توقعت أنه يعني ألميرون في البداية يمكن كان معذور بعدم معرفته بالأسماء بشكل كامل أو حتى توظيف بعض الأسماء داخل الفريق أعتقد أنه يعني أثبت أو يثبت مباراة بعد مباراة أنه قاعد يعني يسير باتجاه خاطئ سواء في قناعاته في بعض الأسماء أو حتى في طريقة توظيف الأسماء وحتى في التبديلات اليوم يمكن شفنا أول تبديل أجراه وهو خسران يمكن بالدقيقة 85 كل ثلاث تبديلات من بعد الدقيقة 85 نهيك أنه برضو اليوم كان برضو الكبتن جمال بالعمري خارج الدك وخارج التشكيلة وكذلك متعبا فرج نتكلم عن قلوب دفاع ومستعين طبعا في أنداية اللعبة المحور كقلب دفاع اليوم ويمكن حتى الهدف جاء من العنق من كرة طولية من العنق اليوم جمال بالعمري قبل المباراة زميلنا عبد الرحمن الدحيم في الستوديو التحليل يتكلم على جمال وإحنا شفنا اللقطة على التسخين الفريق قبل المباراة وقال عبد الرحمن الدحيم أنه الجمال رفض أنه يكون في التسخين يعني كانت علامة تعجب على هذا الموضوع الله شف جمال والشباب تابعوا وقت بتعطيني وقت نتكلم فيها أنا أعطيك وقت دائما أعطيك وقت أي والله دائما ما تقصر بس لا أنا أقصد أنه في بعض التفاصيل خاصة لأنه كثر الكلام عن علاقة جمال في نادي الشباب أو حتى التصريحات المتبادلة أو يمكن أمس كان في تغريدة المركز الإعلامي ذكر فيها غياب اللاعب عن التمرين أثارت بعض التساؤلات خلينا نتكلم هذه اللقطة بس نشوفها علىها وهذا هو فريق يسخن هو كان عند المدخل ما سخم مع الفريق تفضل طبعا التصرف هذا خاطئ ولا أعتقد أنه مبرر أبدا عدم يعني اللاعب دائما مهما كانت نجومية دائما الفريق أكبر ويجب أنك تتقيد في تعليماته وحتى قلعات المدير الفني للفريق جمال أعتقد أن هذه ترسبات مشاكل يمكن بدأت من تصريح وكيله وبعدها الأعمالية الخصم والتطبيق اللايح الانضباطية عليه نتيجة خروجه من المعسكر اللاعب يقول أني أنا استاذنت من المدربة الإدارة تذكر ثم عدم الحضور في اليوم اللي كان ينتظرون ويحضر شوف أنا أعتقد أن فيه تفاصيل فيه تفاصيل يعني لا زالت خفية عن الجمهور أو حتى عن يعني الإعلام الرياضي اللي مو قادر يوصل لبعض التفاصيل أنا خليني أتكلم لك أنا يعني من سمعت من جمال وسمعت من الإدارة الشبابية أنت سمعت من جمال سمعت من جمال وسمعت من الإدارة الشبابية على أساس أني أكون منصف طبعا الخروج من المعسكر هذا خطأ وهذا ارتكب جمال وتم التطبيق عليها اللائحة الشبابية من قبل الإدارة أي مباراة كانت مباراة الساور الجزائري في بروس بطولة العربية لماذا هو خرج طبعا حسب رواية اللاعب أنه ذكر له المدرب ليلة المباراة أنه ما رح يكون أساسي في مباراة الغد فقال له أنا خلاصة أطلع من المعسكر وطلع من المعسكر طيب طبعا هذه علامة تستفهم وهذا خطأ يعني هل أنت تتأكد من الإدارة أن هذه المعلومة صحيحة واسمعتها فقط من جمال الإدارة ذكرت أنه لم يستاذن أصلا طلع مباشرة هو من نفسه أنا مصدري يقول أنه الجمال في المناورة اللي كانت قبل المباراة هو كان لعب كلاعب احتياطي فهو بنى على أنه يكون احتياط في المباراة فرأى أنه بيلعب أمام فريق جزائري ويكون هو احتياطي أن هذه يعني كبيرة في حقه فلذلك هو من رأسك كذا ضرب المباراة جميل حتى لو سأل المدرب ولو تأكد أنه احتياط التصرف هذا خاطئ أنا بس عساسة جواية أنا متفقق لأنه خاطئ ما فيها نقاش دي لكن أنا أتكلم على تفصيل لأنت تكون أرد عليه هنا بدأ وطبقت عليه اللايحة خصم أعتقد 50% وسحبت من نشارة الكابتينية بعدها أعتقد هنا بدأت المشكلة بدأت العلاقة تتوتر بين جمال بالعمري وبين إدارتنا هذه الشيئة من يتحمل هذه المشكلة؟ من يتحمل هذه المشكلة؟ أنا أعتقد أن الطرفين يتحملهم وجهة نظري تقييمي دقيقة طيب دعني أقول لك يبي يطلع ويحتال طيب دعني أنا قلت أعطني وقت عشان أبشر وجهة نظري أنت لما تتكلم لما تتكلم عن لاع لما تتكلم لازم طرف مخته ما يصيري؟ لما تتكلم عن كيام بحجم الشباب طبعا هو لا يعتمد أبدا على أي لاعب سواء جمال أو غير جمال ولما تتكلم عن لاعب بقيمة جمال في ظل حاجة الشباب الحالية لأي اسم دولي أو اسم نجم خلنا نقول برضو تقول أن هنا المفترض يكون فيه تقريبا وجهات النظر دائما إذا خلنا أضرب لك أمثلة في لاعبين كثيرا نجوم دوليين الآن عندهم مشاكل طيب شو تفوي لدارة؟ دكتور لا تزعلمني بس هذا الكلام صحيح وكذا لكن ما في حل أنت تقول هذا الموضوع طيب شو تبغام يسوه مع الإدارة؟ شي سوهم مع الإدارة؟ أنا أقولك تسوه؟ كيف تحتضنا؟ أنا أقولك تسوه؟ إذا هم جددوا مع العقدة دكتور جميل واللاعب في أكثر مرة ظهر مثلا خادر البلطان ودافع عنه جميل واتكلم عنه في النهاية ما سأفعل معه؟ أنا أقولك ما سأفعل؟ إذا اللاعب أعطيك معلومة إيه؟ اللاعب في هذه الحضور على مستوى الحضور بعد مباراة لمكافل الجزائر المباراة الليلعبها التذكرة وصلت للنادي بأنه سيحضر قبل المباراة اللي بيلعبونها اليوم بـ 48 ساعة اللاعب غير التذكرة هو يدور مشكلة أنت سألتني سؤال الإدارة المفترض وش تسوي الإدارة مع جمال بالعمري أنا أقولك بكل اختصار وإدارة أستاذ خالد البلطان إدارة قديرة وخبيرة فقط تتعامل معه مثل ما تعاملت مع حسن معاذ في الفترة السابقة مثل ما تعاملت مع عبدالله شهيل مثل ما احتوت بعض النجوم اللي كان عندهم مشاكل انضباطية واستطاعت أنها تأخذ أفضل ما لديها الفني بعدم الأضرار بحقوق الفريق أنت لما تكون حتى أنا أمس تكلمت عنها أو ذكرتها في تغريدة التحدي الحقيقي أنك تحتوي المشكلة أولا التصريح فيها في الإعلان هذا خطأ قيمي كيف أحتوي يا دكتور شو أفعل يعني ذا الرجال أنا قلت لك يا في معسكر وتذكرة أنا أبغى في يوم أنا أبغى يوصل فيه ما وصل كذا مشكلة طيب أمس أمس جمال ما وصل أمس جمال ما وصل درحمن كيف تعامل معه درحمن ترى أنا لا تحطني في مقام المدافع عن جمال أنا أقول لك جمال أخط طيب أمس لما تتكلم الآن عن لاعب متأخر جميل دعنا نتكلم البلاي الأهلي وصل بعد جمال أمس فاروق مصطفى وصل مع جمال أو بعد جمال يعني كل الأمور هذه دائما تحصل دعنا نقول كان أمس الشباب يحتفي باللاعب كماتشو موجود في الشباب زائر النادي كماتشو كان عنده مشكلة دائما في النيويير على إدارة خالد البلطان في فترة إدارة الأستاذ خالد البلطان سابق ومع ذلك الإدارة الخبيرة بقيادة الأستاذ خالد البلطان استطاعت أن تحتويها المشكلة وتستفيد وتأخذ أفضل ما لدى الكبير كماتشو أنت دائما تطبق اللايحة لكن كل من أخطأ يعني تسير العلاقة إذا هو يبي يمشي اللي يسويها أنا عندي معلومة أنا عندي معلومة يعني أنا أقول لك شي أنه هو قبل يومين وجه خطاب لإدارة الشباب لفصخ عقده طيب ليش وجه الخطاب ذا أنا أتكلم أنا ما قلت لك أنا أقول لك المشكلة متراكمة ترى أنا أنا مع إدارة الشباب في تطبيق اللائحة وزرع الانضباط لكن أنا أقول لما كل لاعب عندك نجم بتحصل عنده مشكلة تخسره أنت كذا ما رح تبني فريق يا أخي خلينا نتكلم الآن عندك عمر السومة كان عنده مشاكل مع الأهلي عبد الرزاق أحمد الله عنده مشاكل مع النصر استطاعت الإدارات أنها تضبط اللاعب وتستفيد منه فنيه هذه وجهة نظري لا بس عبد الرحمن عشان ما أسكر الموضوع لا أنا ما أبغى أكون في موقف المدافع عن جمال أو ضد الإدارة أو موقف الإدارة ضد جمال لما أقول لك الطرفين يتحملون أنا أعنيها ليش لأنه وكان يجب أنه حتى لو يتدخل طرف ثالث لتقريب وجهة النظر للاستفادة من جمال وعدم الإضرار كذلك بالانضباطية داخل نادي الشباب طب ما تزعل مني أنت دكتور صح؟ لا أنا فهمت كلامك كأنك تقول الإدارة قاعدة تحاول تطفش جمال أنا فهمت كذلك صحيح لي أنا أقول لك أنا قاعدة تقول صح ليش؟ لأن الإدارة اليد لا لا مو صحيح لا 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 مو صحيح أنا أقول الإدارة المفترض تحتوي جمال ما قدك تطفش جمال شوف أنا وجهة نظري تصرفات اللاعب كمحترف تدل على إنه يبغى يمشي فكل ما لا يخلق مشكلة أنت ما تقدر تحتوي تدل على إنه غير محترف أيوة شوف دكتور أنا لش قاعدة لأن أنا بعطيك الزبدة من الآخرة تصرفات اللاعبين حنا لاعبين عشناها كان فيه لاعبين شويت يعني ما يبون يروحون هذا ما عمره أنت تقول عشناها يا أخي مفاضي لك أنت تقول عشناها يا حمد أنا خلنا كمل طيب أنا مشاهد ما يفهم خطأ أنك انت تصويت العركات هذه هل تقول عشناها قلت شفناها في الأندية مثلا مثلا حنا كنا أعطي مثال لا لا في الفريق عندنا بعض الشباب ما يبيروح مبارات الطائف الشتاء برد حايل فعنده حالتين يا ياخذ كرت إذا كان عنده اثنين أنا أكلمك حين ترى فصير هاتف تكرهم ملاك أو يدعي لإصابة لأنه تروح حايل يا الله تصخن برد برد لا يمو يلعبون على العموم أنا استشف من جمال أنه يبغى يمشي ويبغى يمشي بيضغط على الإدارة عشان يطلعهم في الصورة أنهم محتوى زي ما قال الدكتورة الآن أو أنهم قلطانين وأن اللاعب فوق نادي الشباب لا ما بصحيح إذا اللاعب مزعج بهذا القيمة لا والله الحق مع الإدارة ونقول لهم مثبته ألمنته عليه ولو يخسر الفريق ولا يفوز هذا شيء ثاني كابتر حمد الآن لما تتكلم الآن عن اللاعبين اللي ما يبغى يروح للحايل هو نفسه أو ما يبغى يروح أو ما يبغى دكتور كالمشكلة الآن فهم قصدي أنا الآن أنا من مشاكل اللحظة وحده شيء طالع من المعسكر خطأ أنا أقول لك طبق على اللاحة ما عندي مشكلة خطأ الأكبر هي هذه بداية المشكلة مهتم لما أنا طبقت على اللاحة اللاعب مجدد مشكلة وصارت يعني مستمر هو قلت لك أنا مدام أنا حاطت نيتي طيح أبغم شيء أبا أستمر في خلق المشاكل بس عساس أنه أخذ هنا ما بست فيه أنا فهمت كلام الدكتور محمد أنه يقول طبق عليه اللاحة وخليه يلعب هو ينظر لا أنت أنت اليوم عقب ما عليش بس اليوم شاب معاقبة نادي الشباب وليس جمال بالعمري متوتر لا 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 مو متوتر لا 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 بس أنا نقطة مهمة اللي قال كابتن خمي طيب اليوم تم معاقبة نادي الشباب وليس جمال بالعمري يا سلام عليك أنت تنظر لها بمنظور أنه عندك لاعب نجم إدارة نادي الشباب تنظر لعندي 22 لاعب نجم لو كل واعب تعاملت معه أنه يطبق الأخصم عليه ماديا ويلعب ويتغير أصبح الموضوع مفلوت نعم إذا ما في نظام ما في لائحة لأنه قضية ما هي قضية مالية يا لأت في 22 نجم لا لا شباب فيه نجوم والشباب فريق ممي مواد المشكلة تدري يا خميس ما أكسد الدكتور لا العادة بسيطة الحالة الإعلام عندنا يتعاطى مع النجم ويصعب المهمة حتى على الإدارة في النادي فالناس تتعاطى بالنظام مع اللاعدة وتساوي بين الجميع فتخلق إمبراطور موجود في النادي في الاتحاد هل محمد متوتر اليوم لا يا دكتور اليوم الدكتور متوتر ومرر معلومة اللي هي عبد الرزاق حمد الله عنده مشاكل مع النصر أنا ما أشوف النوع إيش المشاكل اللي بيننا هو متوتر وأنت مركز إيش المشاكل اللي بين عبد الرزاق وحتى السومة اللي يعرفوا يمكن سالم الصحيح لا دقيقة السومة كانت مشاكله مع المدرب بس دقيقة صحيح ما أبغى تفتح لي موضوع ذاني بس لا تمرر يعني لا 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 أنا أرد تضرب مثل بأندي أخرى يلا أرد أنا عبد الرزاق حمد الله أنا أتكلم مشاكل يعني شفنا يمكن مشكلة الأخيرة مع مرابطة لحلتها إدارة النصر ما تعتبر مشكلة في الأخير مشكلة موجودة داخل الملعب وعبد الرزاق حمد الله تم يعني نعرفه الآن بداية الموسم هذا مضاعفة تعقده تقريبا ثلاث مرات حق له حق له طيب طيب لما أنا أقول لك جمالي حق له إذا هذا المنطق جمالي بيمشي صح خميس جمالي بيمشي دقيقة لا بتوتر الدكتور مرة جمالي بيمشي باتكلم على نقطة محمد الآن رأي المدرب في هذه المرحلة رأي مهم جدا عشان ما يكون عندنا الطرف أنه عناد وتحدي بين إدارة واللاعب المدرب الآن يجب أن ينظر لمصلحة الفريق هل يصير بطريقة معاقبة اللاعب يؤثر على الفريق يؤثر على النتائج هل غياب اللاعب الآن يعني هو سبب الهزائم اليوم الآن إدارة الشباب تواجه تحدي كبير النتائج ما قاعد تمشي في مصلحة النظام فهي أمام تحدي كبير إما أنها تفلت السبحة وترجع النتائج أو أنها تضبط النظام والنتائج ستوفى تأتي أنا مع النظام أنه ينضبط أولا لأن النجم الوحيد الذي موجود هو نادي الشباب هو الكيان هو الكيان النقطة الأخيرة نادي الشباب وإدارته عندهم مرحلتين مرحلة النادي وحفاظه على حقوقه إذا تستمر الوضع هذا مستقبلا سيكون عندهم مشكلة الفريق وأهمية وأوليات الفريق فهم الآن إما يحفظون على اللاعب وتنتهي المشكلة أو يحفظون على مصلحة النادي في جلب عرض أو بيع فسح عقد اللاعب أو عارته أو شيء إذا وصل المرحلة أنه ضرر اللاعب متعدي إلى الفريق يجب أن يزال فورا صحيح لا يوجد النجم إلى الفريق صحيح شوف من كلام الدكتور متوتر لا لا متوتر كلام الدكتور أنا كنت كمشاهد هنا كلام الدكتور كأنه يلقي باللائمة يعني السواد خلينه النسبة الأكبر على الإدارة وكلامك أنت حسب المعلومات اللي عندك تلقي باللائمة على اللاعب أنت قلت كلمة جميلة هي بيت القصيد قلت بعض الإعلام يجعل من اللاعبين أكبر من أندي ما هو الإعلام الجمهور الجمهور يشكل ضغط بعض الإعلاميين لا يملكون الجر أن يقولون آراءهم تلقاي خاف يا ساتر من النجم كلام خطير لا مخطف هذا واقع لا هذا خطير لا أتفق يعني أنت أنت على إدارة ما تكلم عن إدارة لا لا أتكلم عن الإعلام بطرح لك لما على الإدارة أنت جري وعلى نجم أو لاعب أنت ما تجري أنا أقول لك بعض الإعلاميين خطيره ما هو الإعلام حر أهمني أهمني بعض الإعلاميين يخشون من ردة فعل الجمهور الجمهور وسائل التواصل الاجتماعي عرت كثير من الإعلاميين وليس يدقل مشجعت لك اليوم يقول عرت ما عرت عرت أقصد بالرأي نعم في أرائهم فالإعلاميين يخشون من ردات الفعل يعني في كل الأندية في نجم في أيقونة لكل نادي من الصعب المساس بهذا النجم خلينا أخذ حالة جمال بالعمري ممتاز جمال بالعمري أنا سمعت رواية من الدكتور وسمعت رواية منك أنت نافذتين الروايتين ولكن بكل أمانة وأتمنى أن يتقبل صدر جمال بالعمري لها أنا قلت زمان عن كذا لاعب وأقول اليوم عن جمال بالعمري ترى الشباب أكبر منك الشباب كنادي ككيان عظيم يعني من 50-60 سنة أكبر من جمال بالعمري ومستحيل سيقف الشباب عليك ترى مروا عليه نجوم أكبر منك بمراحل شاركه في مديرات كاس العالم وحققوا إنجازات لمنتخبات أوطانهم والنادي الشباب كأس الكوسة الأسئوية وحققوا إنجازات عظيمة فبالتالي مثل هذه السلوكيات تبغى تمشي زي ما ذكر كابتن حمد أنت ذكرت أنه طلب فسخة الحق على إدارة الشباب تجلس مع اللاعب وتخلص معه بالطريقة اللي هي تشوف حفاظ على مكتسبات نادي الشباب ولكن مع كامل احترام اليوم هو على دكة البدلاء ولا يقوم بإجراء عمليات الإحمان هذا لا يليق أنت مين احترامي وتقديري لشخصه أنا أكلمك على عملك الآن أنت أنسان سيء أنت أنسان ما احترمت الشعار اللي أنت تتمثله يعني جاي الآن جالسني برا وزملاك تساخنون ليه عندك خلاف مع الإدارة هذا موضوع ثاني حلوا مع الإدارة لكن أنت طالما نزلت أرضية الملعب كنت أساسياً والاحتياطياً لما تقول يا دكتور استبعدوا في الليل جالوا في المعسكر وقالوا أنت بكرة منت أساسي طبعاً في تبرير يا سلم ترى المدرب قال أياً يكون أنا بهمني التبرير يا عبد الرحمن أنا لما أكون من ضمن 18 لاعب معك والمدرب يقول لي أنت احتياطي أقول له أنا ما أبغى ألعب أنا أبغى ألعب أنا في صف هذا الكلام وأطلع من المعسكر أنا في هذا الاتجاه إن صحت رواية الدكتور أنا ما أعرف الرواية أنا في هذا الاتجاه تبرير المدرب قال أنه هو مسافر ولاعب مباراة يعني مسافر 14 ساعة ولاعب مباراة فبالتالي أنا ماني حريص على أنه يلعب يكون اليوم موجود لكن أيضاً مصطفى كان مسافر ووصل بعد أنا أتحدث في المجمل للأسف بعض جماهير الأندية هي السبب في وضع إدارات الأندية تحت الضغط طرع الجمهور ما يدري قاعد في وسائل التواصل الاجتماعي ويشكك في الإدارات ويشتمع الإدارات ولا يدري من بعض النجوم يستغلون هذه الضغوطات بتحقيق هذا الشخصي في تصريح لمدرب الشباب قال جمال بالعمري ما لعب بسبب الإرهاق أنا قلت له هذا كما يقولون مسافر بس أنه قلت لك مصطفى الحارس مسافر ووصل بعده ولعب طيب أتفق أنا بس مع سالم في هالجزية وجمهور الشباب أنا أعرف جمهور الشباب على المستوى الكروي عندهم يعني هم عندهم فريق كان ممتع فبالتالي أعتقد جمال مر كثير على الشباب وبيمر كثير على الشباب فهذه السلوكيات ما تقدمك أنت ولا تقدمك بالصورة الإيجابية لمحترف كان قدم مستوى فني نعم لكن العمل الاحترافي أو العمل الفني في الملعب لا بد أن يصحبه أيضا سلوك احترافي في التعاطي مع كل التفاصيل اليوم أيضا كان فيه تصريح العبد الملك الخيبري بعد المباراة ورد عليه عبد الكريم القحطاني متابع التصريح مع الزميل عبد الحماد أرد لك على النتيجة لكن مستوى توقع أنه ممتعز جدا لو شفت لاحظت فرحة فريق الفيحة يعني ما توقع السيناريو أنهم يفوزون لكن هذا حال كرة سيطارنا جهتم فرصة كانت توقفة دفعية غلط واستغلوا هو فازة دائما توقعين الفوز ضد أي أحد أحد اللاعبين يقول فرحتكم اليوم كانت دليل عدم توقع لا مم كذا طعم الفوز حتى لو لو بسوني لها طعم فبغض النظر من كان الخصم طعم الفوز لها قيمة عندنا سام عن المباراة عن تبيتعلق أنت على موضوع جمال بشكل سريع وعن قبل شوي التصريح عبدالحكيم القحطان يقول أنه أنا لو في بلايستيشن لازم أفرح بمسألة الفوز بالنسبة للتعليق كابتن عبدالكريم وكابتن عبدالملك أعتقد أنه عبدالكريم يحق له أن يفرح ونادي الفيحة يحق له أن يفرح أنه يفارز على فريق كبير هذا هو شيء وثاني شيء المباراة مهمة للفيحة شايف أنه عبدالملك كان يعني ما كان موفق في التصريح طبيعي أي فريق يحق له أنه يفرح بعد أي انتصار سواء كان على الشباب أو على غير من الانديان بس تقليق أخوه عبدالرحمن على موضوع الشباب برواية الدكتور محمد في موضوع الانسحاب اللعب جمال من المباراة الأولى اللي في الجزائر هذا الخطأ سواء حتى اللي ذكرت الرواية أنت وذكرها الدكتور محمد كانت كلها في النهاية تصب الخطأ على جمال بلعمل طيب اليوم ميش المطلوب من الإدارة أنت موقع مع النادي عقد تحترم بنوده تكون لعب أساسي تكون احتياطي أنت في النهاية لعب محترف أنا ما هو دوري أني أنا أحتوي اللاعب عندك بنود وطبقه أي شيء آخر هذا 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 مو مطلوب منك أيدارة الشيء الثاني كان مطلوب من من اللاعب اللاعب أرسل الخطاب للإدارة النادي بطلب دفعة من عقده 200 ألف ريال تقريبا وهدد أنه سيفسخ العقد إذا ما تم التحويل وحول وحول نادي الشباب المبلغ نظرا أنه دخل في فترة خمسة أيام تقريبا نعم الشيء الشيء المهم أنه الحقيقة أنا هذا من مصادري أنه جمال بالعمري عنده عرض من نادي خليجي وهذا هو السبب والمحرك مثل ما قال كابتن حمد في أنه يمارس مثل هذه الممارسات أنت لاعب محترف تكون احتياطي تكون أساسي نادي خليجي نادي خليجي ما هو سعودي شافت شافت نادي خليجي لأنه ممكن بعضين تقول يطلع السعودي ويتكون خليجي لا 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 نادي خليجي ما هو نادي سعودي ما هو نادي سعودي يعني حتى عرف الدولة ولكن خلينا نتجاوزها طيب اليوم هذا اللي قاعد يسويه جمال بالعمري أمر غير احترافي وأمانة أنا اليوم باقيين على على شهر يناير تقريبا شهر ونص تقريبا أقل أنصح إدارة نادي الشباب من اليوم تبدأ تفكر في جلب بديل لجمال بالعمري لأن حتى حتى اليوم اللي حصل بسامس قلتها أنا بسام المعلومة اللي عندي مدري أمسه وقبل كم اليوم قلت المعلومة المعلومة اللي عندي إدارة السلام ترغب في جمال ترغب في وجوده لذلك هي جددت معا تبحث اليوم اليوم اللي صار من جمال بالعمري في المباراة والله ما يليق لا بنادي الشباب ولا يليق بإدارة الشباب ولا يليق باللاعب نفسه المدرب لو كان عنده قرار ما يجلس على البنش في الاحتيار المفترض أنت ما سخنت تطلع برا خلي البنش ناقص حسين والله أنا أتمنى من إدارة الشباب رئاسة خالد البلطان أنها تصدر بيان بهذا الخصوص لأنهم متميزين بالبيانات زي ما أصدر بيان ضد النصر وضد الأهلي فننتظر منهم بيان ضد جمال بالعمري عشان يكون الشفافية يعني مطلوبة في الأندية السعودية طيب واضح هذه ترى طيب طب نبي رائعك الموضوع لا لا فهمناه يمكن تضايق من نبي رائعك لا لا أنا أمل أنه ما شاء الله خالد البلطان مبدع في ردود الأفعال في الخفاظ على حقوق النادي بالبيان هذا حقوق من حقوق النادي طيب لا لا أنت تكلم الآن تقول أصدر بيان ضد النصر وبيان ضد الأهلي وبيان ضد جمال بالعمري لأنه بجماهير الشباب على العين والرأس وتطالب بشفافية وتبغى تعرف وتبغى تعرف إيش إيش اللي حاصل لا 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 المدرب يقول سبب الإرهاق وعندنا مصادر من الأستاذ بسامي يقول عنده نادي خليجي يقدم له أرض والأستاذ عبد الرحمن يقول أنه هو قدم خطاب الناصر بردود هو قدم خطاب طلع بيان على الأصفطة التحكمية ولا طلع بيان على مشكلة مرابطة عبد الرزيزي لا 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 ما في مشكلة دكتور ما في مشكلة في مشكلة دكتور ما نبغى نسطح المواضيع لا أنا بس دكت ألم واحدة خذ المايك كله ما في لاعب أكبر من نادي من يجعل اللاعبين أكبر من الأندية أولا وثانيا وعاشرا الجمهور ويتأثر بعض الإعلامين من هؤلاء الجواهير كويس كويس إنك قلت أنك تضيق قبل تعقيبي لأخير كنت بقول أنا ما حبيت بس ما حبيت أن الزملاء يفهمون أني أنا ترى نقلت لك رواية جمال بالعمري على مسؤوليته ما تحملها أنا لما أقول لك أنه يحتوي اللاعب ليش لأن الشباب الآن في فترة يحتاج كل نجوم الموجودين هو قاعد يبني وبناء على تصريح رئيس النادي أستاذ خالد البلطان إنها مرحلة توازن وبناء للفريق فما تبغى تخسر لك خانة تروح يعني تبدو جهد مضاعف على أساس أنك تجيب مدافع قد ينجح وقد لا ينجح اليوم ما سخن طلع من التمرين هذه خطأ ويجب أن تطبق فيها اللائحة ولا أحد يرتضي ولا أحد يدافع عنه ودائما الناس في المحترفة يعني تقدر وتقيم القرارات الاحترافية لتحفظ حق النادي فأنا لما تكلمت تكلمت أنه تقريب وجهة النظر أو حتى حلها داخل البيت الشبابي كنت أقصد حل المشكلة ولكن يبقى الشباب أكبر من جمال بالعمري والشباب وجمال بالعمري وصل للمنتخب الجزائري عن طريق نادي الشباب عندنا حمد بن فاصل عندنا فاصل عندنا فاصل يا حسين حسين عندي فاصل بيامشي جماعة بالعمري يامشي وقعنا نفاصل ونرجع نكمل أنا عارف بناية الفكرة يا أهلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الدولية وضيوفها حمد الدبيخي خميس الزهراني حسين الفالح الدكتور محمد الناصر سالم الأحمدي وبسام الحياني خلينا نروح إحنا للمبارات الثانية اللي أقيمت أيضا اليوم ما بين الحزم والرايد وانتهت بفوز الرايد بثلاثة هداف لهدفين خلينا نذكر المبارات بصوت الزميل عبداللهامدي هل تحركوا معها الأيادي الأيادي فوزير باليمنى فوزير باليمنى الله غاب جلال لكن عن الرائد ما غاب الجمال منجم منجم للمواهب للعبين للأسماء الكرة وصلت للكولومبي ماركو ماركو أرضية خطرة 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 الله مش ما عقول مش ما عقول مش معقول بتصل إلى الجوم والجوم يسجل الثاني worth of والعكس صحيح ولعكس، صحيح، لكن في مبارات اليوم على مستوى النتيجة، تفوق والثالث قريب الثالث قريب الثالث قريب الثالث قريب المرعب الأحمر المرعب الأحمر لكل الخصوم كرة منعوبة عالية أولاً عالية الله 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 على هدف على تسديدة على كرة على قذيفة عودة إلى دوخة دوخة إلى سلطان لعب بالنار لعب بالنار لعبوا بالنار وأستراند بيرك يأكوي بالنار الله على تسديدة من كارلوس طب خلاني نروح معك كابتن حمد بيخي مباراة كهاتف ممتعة و جميلة الرائد التفوق على الحزن مباراة جميلة لأنها متكافأة في الطموح والهداف دائما مباراة تكون متكافأة عند الفريقين تنفسية كبيرة بينهم نفس تشوف مباراة جميلة في الثلاث مباراة كانت هي الأفضل الرائد طبعاً سجل مبكر دقيقة تسعة و جاءت ضربة جزاء لكن أضعها الحزم و أعزز الرائد السراحة هدفين برضو تحسب للحزم من الرجح يعني من ثلاثة صفر إلى ثلاثة ثنين خمسة هداف في المباراة و ضربة جزاء مباراة جميلة جداً نعتبرهم مباراة ست نقاط يعني دائماً الفراغ المتنافسة لهم طموح واحد مباراةهم تكون بنظام ست نقاط مبروك رائد فوز جيد بالنسبة لهم الحزم ما زال فريق قوي رجعته أيضاً من ثلاثة صفر إلى ثلاثة ثنين تحسب له طيب خلينا نروح نشوف أيضاً حديث الأستاذ فهد المطوع بعد المباراة و نرجح موسيقى لحظت اليوم صراحة لي أفسد اللقاء اليوم صراحة الحكم صراحة يعني تشوف يعني في فاولات ما يحسبها في فاولات يحسبها في أشياء يعني أعتقد أن الحكم اليوم كان الشوط الأول كان يجي فينا هدف المهاجم دافع المدافع ومستلم الكورة ولا كان أي شيء يعني بصراحة ما زلنا نون من الحكام وهذا مو بعذر ولا عشان أنا أتكلم على الحكام إحنا فايزين مو أمدح المهاجم المهاجم يعني ما جبناه من فراغ المهاجم محيحتل حادي عشر ترتيباً في العالم هدف الدوري لكلومبي الموسم الماضي يعني لاعب سيفية تشفاعله لكن أنا أقول لك أنه ما توفق مع العلم أنه يعني حتى الدور اللي يلعبها وما يسجل أهداف لكن في نفس الوقت الأدوار اللي جالس يلعبها يعني مؤثرة والدليل شفوا اليوم يمكن أن ينطلع تغير على أن صار علينا ضغط كبير اللاعب يعني إن شاء الله نقول بإذن الله إن شاء الله ربي وفقه إذا ما وفقه عندنا متسع من الوقت أننا نغير ما في أي مشكلة إن شاء الله كانت لما رائدية من عضو الشرف إبراهيم الثويني لاجتماع الرائديين والتواصل مع بعضنا لأننا بكل أمانع يعني ما بيننا تواصل ما بيننا تواصل يعني لا رؤسة نادي سابقين ولا فقال يعني فرصة أننا نتكلم فيها فيما يخص اللي تتكلم عنه على أسماء الوهمية ولا شيء هذه كلها لا تعنينا بأي شيء أقصد يعني في كل شيء كل إنسان له أعداء مهما كان يعني اللي ما لا أعداء أنا أعتبر أن إنسان ما هو ما يعمل عندما تعمل لازم يكون لك أعداء ولازم يكون لك حاقدين لا يكون لك منافسين لازم يكون لك مؤيدين فإحنا بالنسبة لنا نعمل ونجتهد ونأمل من الله التوفيق غير كذا ما عندي أخيرا أبو بندر أسألك عن اللاعب سلطان الفرحان المعروف أنه الأستاذ فادي مطوع إذا يريد استمرار اللاعب يبقى عز الدين دوخا والكثير من الأسماء جلستو مع اللاعب فاوضتو مع اللاعب فيها الحين أنبانو عند اللاعب عند عروض من النصر والإفتحاد أنت جاوبت عني أنت جاوبت يعني ما يحتاجه جاوب ما راح يبقى في الرايد أنت جاوبت أنت تقول إذا فادي مطوعي بغل اللاعب مبرايح خلص إن شاء الله بإذن الله سلطان بإذن الله أنه سيبقى معانا والله يوفقه إن شاء الله فيه نقطة خلاف المفاوضات؟ أبداً أبداً ما في أي خلف كمتر خميز زراني الفادي مطوع رغم الفوز اليوم ينتقد الأداة التحقيقية؟ خليني أحنا نتكلم نمس عن التوقعات كل توقعاتي ثلاثة كلها فشلت وحتى السابقة ترون لا لا قبل أن أتكلم أنا حقيقة توقعت فوز الحزم لقوة الحزم اللي أنا شفته في المباراة السابقة ولبعض الأخطاء اللي كانت موجودة في نادي الرايد إلا أنه بالرايد في مباراة اليوم حقيقة تجاوز نقطتين مهمة جداً أولاً التسجيل واستغلال الفرص واستثمار أي فرصة وصار عنده حلول تهديفية من خلال العبيل أطراف أحمد الزين فوزير جهاد الحسين بالإضافة للمهاجم الكولومبي اللي أنا أتفق حقيقة مع الأخي اللي سأله المراسل اللي سأله ليش اللاعب الكولومبي ما يسجل فحقيقة فعلاً كان يعني بيضيع فرص كثيرة وكان هو أحدى مشاكل النادي الرايد في الفترة اللي راهد النقطة الثانية وهي النقطة المهم أنه كان اللاعبين نص لبسط خاصة المحورين اللاعب الكاميروني واللاعب سلطان الفرحان بغيابهم في المرحل اللي راهد ما كان عندهم البديل المميز اللي كان ممكن يعني يعمل الساتر الدفاعي لنادي الرايد فأصبح نادي الرايد عبارة عن فريقين فريق يهاجم وفريق يدافع في المرحل هذه حقيقة وجدنا التوازن موجود لعبين المحاور اللي كان يقوم بالدور الدفاعي بشكل جيد وأيضاً يقوموا بتوصيل وبناء الهجمة بالشكل الصحيح وفي بعض الفترات المباراة كان أيضاً هناك بناء خطأ وشوفناها اليوم عز الدين دوخة اليوم أخطأ في بناء هجمة وتستحقق منها هدف فريق الحزم الحزم بدأ حقيقة بداية سيئة في المباراة وكان شوط أول سيئة إلا أنه حقيقة رغبة الجادة عند المدرب ودخلاته لتغييرات اللي عملها تنويع اللعب من هذا الطرف ساهم في تقليص النتيجة إجمالاً حقيقة إذا الرائد استمر بهذا النهج حيكون في الطريق الصحيح نعم طيب خلينا قبل ما نروح بس المباراة اللي بعدها برضو أبارك للمنتخب المصري الأولمبي وحق كاس أفريقيا تحت 23 سنة من أستاذ القاهرة ويتأهل إلى أولمبياد توكيو 2020 ويعني الفعل بإن شاء الله المنتخبنا أيضاً منتخبنا السعود اللي راح يلعب كاسياسي الأولمبي في تايلند بعد تقريباً بعد شهرين في يناير القادم هنروح للمباراة الثالثة واللي جمعت ما بين أبها والفتح ونذكر أيضاً المباراة بصوت الزميل مشاري القرني كرة مرة الآن من جديد الأمس تعود خطرة انطلاق في المساحة الكرة مرة الآن إلى جانب الأيسر والعرضية تحضر الهدف الأول يابها أول لزعيم الجنوب الأداء الكبير الذي قدمه فريق الفتح في اللقاء الذي جمعت بينه وبين الهلال يالهم السرعة يالهم الكرة من كرة برناوي عدي كرام يمر كرام يعرف يلعب كرة غول يلعب كرة غول الله 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 غول الكرة مرة تلالين للأمام استلام الكرة إلى توفيق يحاول بو حمد مر عدى بو حمد الشوت الله غول غول فتحه يا أول كان ناحية لهمنا عمار نجار يلعب كرة ذكية يستلاموا يا عيني على الكرة خطرة إلى اسمحان عدى اسمحان يلعب كرة الله لا تزال ما بالغول من أول هجم غول من أول هجم قول يا الحباس قايل لكم يا جماعة الخير اسمحان لعيب اسمحان لعيب طيب خير أروح معك حسين الفالح على هذه المباراة أبها يحقق نتيجة كبيرة أما من الفتح الفتح شكله غريب والله بهذا أنا كنت متوقع هامس فوز أبها على الفتح والحمد الله توقعاتك قلت النواب توقعاتي مو زي خميس قلت أبها هامس توقعاتك مميز رغم أنك متوتلا والفيحة توقعت الفيحة بعد الفتح يعاني معاناة كبيرة طبعا اللي يطلق عليه النموذجي نتمنى أنه يعود الفتح كما كان الفتح يحتاج إلى عودة هو راجع من معسكر لا هو مش السبب ما استفاد من معسكر ما استفاد من معسكر ولا راح يستفيد من معسكرات كثير الفتح لا بد أنه يعني يلتمون حوله أبناء الأحساء على فالق والراشد والأسماء الكبيرة اللي بالفتح الحالة الفتح انعكست على المدافع أو المدافع الماتياس هو اللي يعني يلخص حالة الفتح وما يحدث بالفتح حسب له فاول وضرب لاعب الأبهى هذه اللقطة وضرب لاعب أبهى وانطرد طيب محسوب لك فاول تضرب اللاعب ليش وبالنهاية طرد يعني صحيح فيها حالة من عدم الاتزان بالفتح عدم الاتزان لدى اللاعبين عدم الاتزان يعني خلينا نقول لابد اجتماع شرفي اجتماع عظام جسدارة اجتماع اجهزة فنية نعم بس أبيل من اللاعبين أجانب ما عندهم الاستعانة ايوة والله باختصارك الكثير اللاعبين أجانب يشلونهم ما في اجتماع ما اجتماع هم إذا اجتمع هم يعانون ليش يعانون يعانون لأنه ما في دخل مادي لا دعم الهيئة ما عندهم كانت قبل الدعم بالضبط بس انه الاختيارات ما كانت جيدة اجانبهم السنة سيئة فعشان كذا انه التفاف أعضاء الشرف والتفاف أعضاء مجلس الإدارة ينتج عنه تغيير العناصر الأجانب واستبدالهم بعناصر مميزة تعيد الفتح لمكان علي سلام الأحمدي صاحبك فائز نفسيته كويسة الكابتن عبد الرزاق انا استعاريه بالخير استاهل الفوز صراحة بها اليوم قدم براك كبيرة جدا الفتح أثبت ان مشكلته ما كانت فنية بالكابتن فتح الجبال اعتقد ان المشكلة الفتح أكبر من مدرب الفريق كانت انا ما ادري ايش المشاكل اللي يعاني من هنا نادي الفتح لكن اعتقد ان الفتح يصير بطريق جدا صعب اذا لم يتدارك يعني في فترة الانتقالات الشتوية الفتح أمامه مشكلة كبيرة جدا ابها يقدم نفسه واداء كبير في تكامل في منظومة الفريق في تجانس يعني انت تشاهد ترابط خطوط الفريق انضباط تكتيكي تنظيم دفاعي على اعلى مستوى اعتقد ان اليوم المباراة كانت ممتعة جدا ولكن يعني الالامة الاستفهام حتى الان في الدوري كله مستوى الفتح صحيح مختلف الفتح يعني فيه فيه خلل بداية بخمس خصائر انا انا بعيد عن الفتح هل هو الخلل الاداري القبيض لالي على كل عناصر منظومة في الفتح ما ندري هذي مشكلة كبيرة طيب عندي بس على هاشتاك فيصل يقول اه ليه ما اسمعنا الكلام هذا من سالم الاحمدي لما عمر السومة كان لديه مشاكل مع الاهلي ورمى فنيلة الاهلي وطلع بلقاء اعلامي يقول كان مخلص مع النصر ولا الموضوع فيه شباب ورغبتهم بالتعاقد مع اللاعب يقصد الجمال من العمل في الله ديني الجزية الثانية عجبتني اشي قررأ اعجبني الرأي ورأي الآخر ديني الجزية الثانية آه جامد least هي والموضوع فيه شباب والرغبتهم بالتعاقد مع اللاعب طيب بالعقد اول شي انا والله العظيم ان لاحظم عليه اللاهم يدور رغبة للتعاقد مع1000 بجاوب عليه ايه يقول اولا انا كنت اقصائي للمشاركين اليوم بكون إنسان متجاوب بعض الطروحات أول شيء أنا والله ما أعرف أن الأهلي فاوض جمال بالعمري لا من قريب ولا من بعيد وأنا أقول للأهلويين إن كانت هذه السلوكيات اللي ذكرت أنت يا أبو خالد عن جمال بالعمري لا يستحق أن يرتدي شعار الأهلي إذا كان هذه السلوكيات يمارسها كورقة ضغط على إدارة نادي الشباب لا يستحق أن يلعب شعار الأهلي هذا واحد فيما يتعلق رما القميص مهم برانكو أنا ما كنت متواجد في الحلقات ولكن لتصريح سابق قلت أن الأهلي أكبر من عمر السومة وأي لاعب آخر ثلاث عندما كانت عاقد مع النصري يقول لك ما هذا سالم الأحمدي لم يتحدث أنا كنت في إدارة نادي في تلك الفترة انا كنت متواجد عندما جدد عمر السومة للنادي الأهلي في تلك الفترة وحديث الكابتن عمر السومة أنه كان سيتعاقد مع النصر كان ردا لكل الأشخاص اللي شككو في حديثنا في تلك الفترة أنه كان قابقه خلصينا وادنا من الانتقال للنصر وشككوا في كلامنا وفي طروحاتنا وقالوا أنتوا تؤلفون القصص على كابتن عمر السومة ثم خرج عمر بعد موسم كامل ويؤكد الكلام اللي تحدثنا فيه في تلك الفترة خروج الأخير خروج الأخير تحياتي للمرسل بدون ترسل ودونه بس لا أحد يرسل لي بعد أليم ألا جاية أتكلم موضوع الفتح الفترة هذه الأبسة تم محترفين أجانب فقط منذ الوصلاتي الوصلاتي أعتقد ألغوا عقده في بداية الموسم وأصبح الآن يعاني من مشكلة في الفريق بسبب خلافه مع المدرد فأعتقد هذه مشاكل اللي يعاني منها الفريق مشكلة في مين أظن رئيس نادي الفتح صباح بالعناف ناخد تسمح لي أبو عبدالله السؤال لأبو عبدالله فيم مشكلة الفتحة بأمانة قلت لك أنا الدورة كل الفرق لعبها لجانب إذا ما عندك لعبها لجانب يعني ما كانت مشكلتهم فنية هو هذه فنية اللاعبين لا لا الكابتن فتح قرار إدارة النادي بقالة الكابتن فتح لا لا بس هم قلت لق يعني القرار عشان تحسين الحالة المزاجية للفريق لا عم الله لا تتجاوب مع سالم بشكل سلس خلني نروح للمباريات المتبقية من الجولة العاشرة غدا ضمك يستضيف التعاون والأهلي يستقبل فيصلي في جدة وفي آخر أيام الجولة يحل الاتحاد ضيفا على فريق الاتفاق والوحدة يستقبل النصر في الشراعي طيب أيضا حلونا نروح لتقرير عن المباريات المباريات الغد نتابع ونعود تستمر الجولة العاشرة من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين حيث يلتقي فريق ضمك بضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبهى ضمك لم يكن حضوره مؤثر في الدور الكبار حيث يحمل في سجله فوز وحيد وتعادل ويحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط التعاون يحتل المركز الخامس برصيد ستة عشر نقطة يدخل اللقاء وعينه على نقاط المباراة ليبتعد عن ملاحقه الشباب في سلم الترتيب أما اللقاء الثاني يستضيف فيه فريق الأهلي نظيره فريق الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الأهلي حصد منذ بداية الدوري سبعة عشر نقطة محتل فيها المركز الثالث وبعد فوزه الأخير والثمين من أمام الغريم الاتحاد في الجولة الماضية جعله يقترب من الوصفة أكثر ولا يريد سوى نقاط عن نابزدير الفيصلي هو الآخر أيضا قريب من الوصفة ويدخل هذا اللقاء بنية الفوز ولا شيء غيره ليقطع طريق الأهلي نحو وصفة الترتيب حيث يحتلوا عن نابزدير المركز الرابع برصيد سبعة عشر نقطة طيب بشكل سريع ناخذ مباراة الغد رح معك دكتور عن مباراة ضمك التعاون ضمك طبعا المباراة فيه أرض ضمك تتذكر ممكنها أفضل مستويات التي قدمها ضمك كانت على ملعب التعاون برضه الآن احتلت ترتيب الخامس في مستوى يعني التعاون كان عنده تعثرات في بداية الموسم إلا أنه يعني في المباراة عنده غيابين عنده كرتين أحمر في المباراة المباراة الرايد صحيح لكن التعاون أعتقد أنه وصل المستوى بدون مدلة التعاون يعني من بداية الموسم قلت لك كان بداية متعثرة نوعا ما أعتقد أنه آخر مبارا لعبها بالديربي وكسبها كل هذه أعطته طبعا جرعة معنوية عالية أعتقد أنه مباراة يعني ما رح تكون سهلة التعاون بالنسبة للغيابات ولكن كذلك أعتقد أنه له كعب التعاون فنيا ممكن يميل الكفة الصالح طب بروح معك بس سامع على الأهلي والفيصلي تعليقك أعتقد مباراة صعبة صعبة على الأهلي بكل صراحة الفيصل الفريق متطور وقادر أنه يخطف المباراة عطفا على ظروف الأهلي الأهلي يعني حتى إداريا هذا الأمر مشاكل إدارية ترى ألقت بضلالة على اللاعبين بكل صراحة مهما حاولنا نقول أنه والله الفريق في معزل عن الإدارة وعن المشاكل الإدارية لا موجودة ولكن هو السؤال اللي أنا بسأل الآن مستغرب منه صراحة هل يوسف البلايلي حيلعب مباراة الجاي؟ طيب وين لجنة الانضباط ما صحيت؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة لجنة الانضباط ساكتت لها تقريبا سوئين أو ثلاث أسابيع على حادثة صراحة ما يسكت عنها المفترض أن يكون فيه تدخم من لجنة الانضباط اليوم الفيصل يكون من حقه أنه يستفيد من غياب البلايلي في هذا المباراة وفي نفس الوقت بصراحة أنت الآن بسكوتك كلجنة الانضباط عن هذه الممارسات ترأت شرعهم بشكل غير مباشر لها وليأسوأ منها ما في قرار أسوأ ما في قرار أيش ما في قرار اللي شفناه وما يصير قرار هذا مصيبة هذا مصيبة صراحة كرامك صحيح نفس أسوأ من أنها اللي يرسل على الواتساب الكيتشن رئيس لجنة الانضباط سابق قال أوقف ساندر رومانويل اللاعب الفتح مباراة الهلال هذه أسوأ من ما لم يتشاهدوا لجنة الانضباط واللي أسوأ منها أنه رجع ساندر رومانويل على شان هذه ما الهوى طارية بس أولا هذا رجع ساندر رومانويل عضو في لجنة انضباط بمرر معلومات رغلوطة يا رجل رجع ساندر رومانويل عشان لو لا تدخل رئيس هيطة ريوة في تلك الفترة كان أوقف ساندر رومانويل هذا دليل على إيش ساندر رومانويل طلع الحقيقة فيه بناءًا بيقول لك علشان القرار إيش الفريق يتضر مدرب باني التشكيل عليه مو صحيح أنا سؤالي سؤالي هذا مو صحيح كيف أوقف الأستاذ تركي آل الشيخ قرار إيقاف ساندر رومانويل بناءًا على المعلومات اللي وصلت هو السؤال السؤال للأستاذ تركي آل الشيخ هو اللي دخل وأوقف هذا مو صحيح لا كيف لا لا نادي الفترة نادي الفترة لا لا خواصل مع الأستاذ في تلك الفترة الرئيسة للاتحاد اعتقد عادل عزة وقصي واستفسروا في الموضوع واكتشفوا أن الرسالة التي بعثت لرئيس لجلة الانضباط كان فيها تضليل كي يوقع العقوبة على لاعب الفترة هذا اللي احنا نتكلم عنه من سنوات ما عاجب هذه معلومة ما ذكرت إلا الآن هذا الاختراق اللي نحذر منه من سنوات ما يقاف اللاعب وبناء على التدارير الوقتية البلايلي يستحق الإقاف اللاعب خلنا من البلايلي لا لا سؤال لا البلايلي هو سؤال سؤال بس جوب على السؤال دقيقة دكتور ما هو ملعبك هذا ما يلاي قالك انت بأتكلم مني شاء الله كاومني على السؤال على المبارات المنص على الهلي والفيص وجهة نظره شوفي تحترم أنا ما علقت على وجهة النظر بس قلت له إذا أنت مستغرب مرة يا رجل عضو في اللجنة يمرر معلومات مغلوطة لرئيس اللجنة كي يوقع عقصة مخالفة يا رجل هذه أكثر مصيبة قول كلامك عن المباراة خلي بس سبس قول كلامك عن المباراة يلا سريعا مباراة جدتين صعبة على الأهلي في ظل الأوضاع الإدارية في النادي الأهلي الفيصلي فريق كبير ومتمرس ودائما أمام الأهلي يقدم براية كبيرة ولكن في ملاحظة إذا وجد خلل في أي عنصر من عناصر أي منظومة يجب على بقية عناصر المنظومة أن تطلع بدورها إذا الجمهور والإعلام في الأهلي يتحدثون عن فيه خلل إداري هذا ما يعفل اللاعبين من تقديم عطاء كبير بكرة ما يعفل الجمهور من الحضور ودعم الفريق فبالتالي مسألة أننا كلنا ننتقد الخلافات الإدارية ولكن الكرة بكرة من لعب اللاعبين والحضور الجمهوري طيب أبو نواف يا مباراة لا 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 أحضر أبي توقعك على الضوء لا 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 الله يخليك لك لا لا تكن أبو نواف ضمك التعاون الله يخليك أبو نواف ضمك التعاون لا أهلي فيصل يعطيني توقعاتك لها سريعا قبل أروح الفاصل يلا خليه يتوقعي لا ضمك التعاون yield عشان التعاون والفيصلي دكتور تعاون والأهلي السم التعاون والأهلي تعادل التعاون وضمك الأهلي نروح الفاصل نرجع نكمل يا أهلا ومرحبا فيك مرة أخرى في برنامج أدوانية مراسلنا في اليابان الزميل عزيز عبد الرحمن العابسي رصد لنا الأجواء الهلالية قبل النهائي الأسوي طبعا الجميع يعرف أنه هذا ثالث نهائي نلعب عليه إن شاء الله ونقول للجميع نتفائل إن شاء بهذه المباراة المباراة الأولى انتهت 1-0 طبعا ما ننظر لها ونكتفي نقول 1-0 انتهت المباراة بالعكس المباراة ستكون صعبة وما فيه شيء صعب على أهمة الرجال والإسرار اللي شاهدناه من خلال المباراة السابقة ومن خلال التمارين ومن خلال تواجد الفريق في دوكيو وخلال هذا الأسبوع وإن شاء الله الجميع عنده إسرار وتفاغل بتحقيق هذه البطولة إن شاء الله والناس سعيدين يا أخي بتواجدنا في هذا النهاي وهذا طبعا بدعم من سيدي ولي عهد الأمير محمد بن سلمان هذه المبادرة ليس مستغربة بها منه وأيضا ليس مستغربة من إدارات الهلال بدعوتي أنا وزملائي قدم اللاعبين لحضور هذا النهاي وأيضا أن الطموح موجود لدينا جميعا الطموح تعرف طموح قيادة طموح شعب من أجل استعادة إنجاز مفقود للكرة السعودية وإننا متفاعلين إن شاء الله خير بهذا النجاز الناس سيعود إن شاء الله يوم الأحد القادم لرياضاتنا وكرتنا السعودية طبعا كل نهايب المفروض هو يكون تابع المباراة السابقة وأعرف اللعب السابق للعب أمامه إيش الأشياء اللي يسويها أو إيش المهام اللي يطلبها منه المدرب فأنا متأكد إن محمد البريكة المباراة السابقة كانت مهمته صعبة أمام خصم عنيد أو أخذت أخضر نقاط التقييم نعم كان في أصعب المباريات الحمد لله كان محمد البريكة قدها في هذه المباريات يحتاج محمد البريكة أكثر تركيز من المباراة السابقة لأن هذه المباراة تعتبر بالنسبة لهم هم الهجوم والضغط على اللاعب التركيز يعني ممكن ما أحتاج أتكلم عن محمد البريكة كثر ما هو لاعب خبرة في هذه المباراة هو عارف الشي يسوي أو الطريقة المدربة اللي راح تنجح أو تنجح مع الفريق ككل محمد البريكة بالذات الأهم قبل كل شي هو التركيز والهدوء اللي قاعد يشوفه داخل المعسكر الأزرق قبل هالمباراة بخلاف كثير من البطلات اللي يصاحبها ضغط نفسي عالي قبل كل مواجهة يعني في السنوات الأخيرة وخلنا نقول يعني على الأقل في الثلاثة أربع سنوات الماضية أصبح حجم الضغط أقل بكثير داخل معسكرات الهلال يعني بالنسبة لي الثلاثة أيام الماضية يعني نشاهد تحضير مميز جدا من قبل اللاعبين نتكلم تحضير خارج الملعب ما شفت أي مثلا ضغط نفسي أو حديث أو توتر قبل هالمباراة حتى خلال يعني بين الجماهير أو الإعلاميين الأمر الآخر أنه اليوم يمكن من الصباح كانت أنطار غزيرة لم تتوقف حتى الآن يعني إلى مع بداية التمرين فهذا أيضا مؤشر أنا بالنسبة لي أعتبره جيد بحكم أنه لو خاض الهلال كما هو متوقع النهائي وسط أنطار غزيرة يكون قد اعتاد على الأجواء من خلال تمرين اليوم خطوة جيدة من إدارة الهلال أنه تقيم معسكر قبل بداية المباراة بالأسفل قبل سنتين مع نفس الفريق في نفس العاصم بطوكيو مع نفس الفريق الأوراوة الأمر تقريبا متشابه إلى حد ما الجمهور الياباني أخي عبد الرحمن هو بطبيعتها جمهور ضواغ ويحب كرة القدم نتابع بطرات كثيرة للمنتخبات السعودية تحديدا منتخب السعودي الأول نشاهدهم جميع الجماهين اليابانية يحتشدون ليأخذ الصور وأيضا لتوقيع الصور مع لاعبين المنتخب هم ملمين تماما باللعب السعوديين أيضا باللعب اللجان الموجودين في الدورية السعودي طبعا بما أن الحديث عن الهلال أكيد أنه مو شيء غريب مثلا في نهاية 2017 شاهدنا كيف الجمهور الياباني كان حريص على التقاط الصور مع رامون دياز كان وقتها لاعب في أحد الأنديا اليابانية أيضا النجم الكبير ياسر القحطان المعتزل كان له شعبية كبيرة هنا في اليابان السنة هذه لازال موجود بعض الشغل في بعض اللاعبين لكن غالب على اللاعب الأجالب دكتور واضح من خلال الحضور اللي شفناه قبل شوية النجوم السابقين في الهلال متواجدين مع الهلال مؤشر على طبعان كبير عند الهلاليين على المباراة لا قد يكون مؤشر لا ما أعتقد ما أقدر أربطها أنا مؤشر بقدر ما هو دعم لللاعبين وجود مثل هاللاعبين اللي يملكون الخبرة يملكون في كؤوس آسيا سابقا يمكن أحيانا يوفرون الأجواء النفسية لللاعبين وحتى الجلوس مع اللاعبين ونقل التجربة لهم ويكونون بقرب اللاعبين أعتقد أنها يعني خطوة كويسة برضو أنا لفت انتباهي يا حمد الصويل هي زميلة بالبدل شكله حلو أنا أقول تسمحون لحضرة لا أعتقد أنها خطوة موفقة اتكلم عن كابت المنصر الأحمد سعود الحماد كلهم يعني لهم تاريخهم مع الهلال وأسماء معروفة لا شك أن وجود مثل هاللاعبين الخبيرين ينقلون التجربة لأن أعتقد مثلهم براية نهائية كذلك العامل النفسي والخبرة والقدرة بعيدا عن الجانب الفني تحتاج كذلك تحضير نفسي وتحضير آخر يمكن اللي يستطيع أنه ينقله فعلا لاعب سابق أنه خذ نفس التجربة ودخل تحت هذا الضغوب نعم كابتن خميس هي مبادرة من إدارة الهلالية تجاه اللاعبين القدامى يشكرون عليها لا أعتقد أنها مرتبطة بالفريق صحيح لا يمكن أنه توقع أنهم حيكون معزولين تماما في الفندق مختلف ما يحضر التمارين ولكنها مبادرة تقديرية في حدث تاريخي للهلال توقع أنه يكسب بحضوله لها عامل تحفيز طيب؟ تحفيز عند الإدارة تحفيز للعبين إنما يشوفونه من بره لكنها مرتبطة بالفريق مباشرة لا أعتقد أنه يكون هناك أي اتصال سيكون خطأ سيكون خطأ لهم هتح الباب حتى التمارين لا يحضرون فبالتالي أعتقد أنها مبادرة من إدارة الهلالية تجاه اللاعبين القدامى يشكرون عليها في وقت نتكلم عن البارار الفنيين لا لا أقول أنا أشوف وبنرجع ترى أنا أتكلم عن المور الفنيين كلنا نتكلم عن الجانب النفسي المعنوي الإداري نحن نحن نتكلم عن الجانب الفني وهو الأهم في داخل المنظومة الهلالية أنا أتكلم في بداية شهر الماضي قبل المباراة الهياب أنه هي مباراة من الشوطين فعلا انتهى الشوط الأول بطريقة تفكير مختلفة عند المدرب حقق نتيجة إيجابية مميزة الجانب الألان الأهم كيف يتعامل المدرب الهلال والفريق الهلالي مع المباراة في نظري الشخصي أنه يجب أن الفريق يستمر على نفس النهجه نفس العناصر نفس التشكيله ولكن بحذر حذر في الناحية الهجومية بمعنى الهلال متعود دائما الهلال نهجه الهجومي هو طريقة اللعبة يعني مزروعة في النادي متغلغلة بالتاريخ وأنه الفريق هجومي استعيله هجومي استعيله هجومي بالتالي هذه المباراة لا يجب أن يكون هناك هجوم بحذر بمعنى أنه بدلاً ما تفتح الملعب بظهيرين المرة هذه لا إذا طلعت الهجمة من اليمين يجب أن الظهير الثاني يكون موجود بدلاً ما أفتح الملعب بمحورين وكمل الهجمة بمحورين يجب أن يكون المرة هذه عندي محور موجود ثابت أضمن دائماً أن يكون فيه ستة أو سبعة لاعبين متواجدين خلف الكرة أو متواجدين في ملعب الهلال باستمرار تحتاج هذه المباراة إلى بدل مزيد من الجهد من الإبداع عند اللاعبين خصوصاً سالم كاريليو قوميز جوفينكو يجب في هذه المباراة الأربعة ذولة أن يقدم كل ما لديهم بشكلين الشكل الأول واحد ضد واحد يكون هناك فرق الآن ستجد مساحات لن تجد أن الفريق اليابان أيضاً بيهاجم بشكل غبي سيكون أيضاً عندهم حذار عندهم توجه هم أيضاً يفكرون بنفس الطريقة لكنه سيكون عندهم أيضاً فتح الملعب زيادة عددية هجومية فبالتالي سيكون هناك العناصر الفردية المهارات الفردية هي التي تفرق عند الجانب الهلالي اللاعب الهلالي يجب الآن يتحمل المسؤولية قوميز إذا مسك الكورة يجب أن يأخذها ثلاث أربع خمس ثواني إذا انقطعت منه كل كورة انقطعت منه سترجع هجمه مرتدة على الهلال وهذا يسا يشكل عب مع مزيد الوقت مع الضغط الجماهير استحواذ على الكورة أكثر استحواذ على الكورة استحواذ الإيجابي ليس الاستحواذ في الملعب استحواذ في نصف الملعب طريقة الضغط ليس من الذكاء أنك تضغط في ملعب الفريق الياباني يجب أنك ترجع ملعبك استهالي الإيطالي يرجع في ملعبك يجب أن يأتيك في نصف الملعب يبدأ الضغط من هذه المرحلة الضغط إذا كان في المقدمة يجب أن يكون فردي غير مدروس هذا اللي أعتقد أنه الهلال اللي يحتاجه في المرحلة الجاية التوفيق من الله عز وجل أولا يحتاج إلى كسب كل الاحتكاكات خصوصا في الناحية الهجومية يحتاج أن يكون هناك حذر في الهجوم وعدم وجود الأخطاء الفردية في الناحية الدفاعية أيضا الحرص على المهارات الفردية عند اللاعب الفريق الياباني فريق مميز في التصويب ومميز في الكرة الثابتة يجب أن يكون هناك حذر ودراسة للفريق الياباني كل التوفيق إن شاء الله للهلال في هذه المباراة طيب خلينا نروح لأجواء الجماهير قبل مواجهة الهلال وراوة من اليابان مع الزميل عبد الحمال عابسي السلام عليكم وأنا اسمي يوري وهلالية جميل يوري منذ متى تشجعين الهلال؟ منذ قبل خمسة سنوات جميل من تعرفين من اللاعبين في الهلال؟ محمد كانو محمد الشلحوب ياسر الشوراني وأبد الله الميوف سالم الدسري سلمان أرفلش جميل يوري الهلال في الرياض 1-0 في سيتاما 2-0 الهلال؟ إن شاء الله من يسجل الهدف؟ غوميس وسالم اللاعبان الأجنبيان غوميس وجوبينكو يشكلان عنصر قوة لفريق الهلال وأيضا يشكلان متاعب لفريق أوراوة أعتقد ذلك من يتمنى يفوز الهلال أو أوراوة؟ الهلال لأنه قبل عامين أصبح رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال وأنا أحب ريفر بليت وأحب رامون دياز أيضا سؤال مع أصدقاء اليابانيين كيف يكون حديثة معهم سواء يقول قدامهم أنه يحب الهلال ضد أوراوة؟ نعم فلا مشكلة في ذلك فلدي صديق يحب أوراوة راح يحضر المباراة أو لا؟ نعم أريد ولكن ليس لدي تذكر لمدرجات الهلال لأن في اليابان لا تباع تذاكر خاصة بمدرجات الهلال فقط تباع التذاكر الخاصة بمدرجات أوراوة 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 بطلتين عفان كاسر الكوس بطولة السوبر ستة بطولات أسيوية أعتقد أنها كفيلة أن تصنع جمهور مثل هذا الجمهور سواء جمهور ياباني أو غيره من الجماهير طبعا هذا الجمهور موجود منه في أكثر من دولة حتى عندنا في السعودية موجودين جماهير برضو حقهم الجماهير شجع الليبا صحيح سالم لا بس أنا مستغر إن شاء الله مدعين عندنا تطلعوا اليابان نيسي على الميول العادي لكن عندنا يقولون الوطنية ولا تدخلونها في الوطنية فتحياتي للمشجع الهلالية يوري طيب طيب بس تسمح لي بكلمة أي بس فهمني هذه ما فهمت حقة المدعين عندنا لا يعني عندنا المدعين هنا في السعودية لأن كل البرامج إذا بعض الزملاء قالوا نشجعوا راوزوا علهم وقلبوا الدنيا لكن إنتوا لما تطلعون بره ما شاء الله تسألون وتتقبلون يعني نسأل جماهير حنا أي أي أنا أتكلم عن الجماهير نسأل جماهير حتى هنا نسأل جماهير نفس الصور الانتماء للوطن كان عندنا برنامج خاص على الجماهير أي أوكي الانتماء للمنتخبات ولكن تشجيع الأندية أعتقد هي ذائقتي وذائقة تقترب صحيح في البيت الواحد تلقى كل الميون موجود بالتالي هذا ما له علاقة تسمح لي بس في جزئية اللي بعيدا عن أمورة فنية تحدث فيها خميس الكابتن أبو أنواف في جزئية اللي قال اللاعبين القدامى يكونون في معزل وبعيدين وهذه جزئية مهمة جدا الاندية الكبيرة دائما تقوم فيها مسألة أنك تستقضب النجوم السابقين لا يعني بالضرورة أنك تحضر التدريبات لأن هذه إشكالية كبيرة تواجه الأندية مسألة أن إيش الإشكالية فهمنا إيش الإشكالية أنا أقول لك ليش الأندية الجماهيرية تحديدا في المباراة الكبيرة في المباراة الكبيرة اللاعب هو يحضر نفسه يعني الأندية دائما اتحاد هلال أهل نصر جاهز أصلا هو اللاعب يبغى هذه المباراة فما بالك نهائي دوري أبطال آسيا اللاعب هو أصلا يحضر نفسه جاهز فمسألة عندما يفتح التمرين أقدام كثيرة تدخل إلى أرضية الملعب ويجلسون تركيز يقل أنت عندك 48 ساعة على المباراة فبالتالي أنا أؤكد على كلام أبو نواف أنه فعلا في معزل عنه اللاعبين حتى لو كانوا لاعبين كدامة ومعزل لجواء هذه يجب هذا غير مقبول مع كامل احترام نجوم كبار في كل الأندير ما يعقل أنه عندي مباراة بعد يومين وأنا أستنير بأراء لاعبين سابقين قبل مباراة بيومين ممكن بحديث ودية حديث ودية يعني خارج أنا ما أقصد لما أقول حضرة تمرين أو شيء ممكن حتى في البريك في الأوقات الواقعة بريك فين يا دكتور عندهم اليوم عندهم ساعتين لا 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 يجب حتى الفندق ما يوصلون فيما أنا احترامي لهم لأن أنت جاي لمهمة محددة مسألة تشتيت انتباه اللاعبين ما في إدارة محترفة تقبل بهذا الأمر تعديل بسيط أنا ذكرت أنه الهلال عنده ثلاثة بطولات دوري أبطال عسيا هي بطولتين وبطولتين كاسة الكووس وبطولتين السوبر نعم يعني من كل بطولة أخذ الهلال بطولتين وهذا إن شاء الله الثالث بحول الهلال اليوم يلعب أو بعد بكرة إن شاء الله حيلعب فيه نفس الأجواء متعود عليها نفس الجماهير أمام نفس الخصم تتحدث عن النهاية الساعة بطولة بهذا المسمى ما حقق الاتحاد مسمى تغير لكنها هي نفس بطولة لا بطولة مستقلة لا 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 أبدا ما هي بطولة مستقلة لا لا بطولة جديدة دوري أبطال عسيا تختلف عن كاس الكووس الفيفا أعلم قبل الله إنه إيش أعلم هذه البطولة إذا حققها الهلال تعتبر البطولة الأولى بهذا المسمى والثالث بهذا المسمى الفريق السعودي الوحيد اللي حقق البطولة من هو الاتحاد الاتحاد حقق دوري أبطال آسيا لكن الاتحاد الآسيو خرج الإحصائية دوري أبطال آسيا الهلال حققه مرتين والاتحاد حققه مرتين لا إذا كان بالمنظور خلينا تقول إذا كان منظور اللي إنه امتداد بترى الاتحاد 1999 أيضا حقق كاس آسيا اي صحيح ما لاته أنه صار ثلاثة لا 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 غير كاس آسيا غير أسام على غير نحن نقول غير اللي حقق تقول الهلال غير اللي موجودة الآن أنت الحقق تبطلتين إشتية حققنا الفين واربعة والفين وخمسة وتسعة وتسعين تسع وتسعين إذا كان بالمنظور يتقول دوري أبطال كاس آسيا لاندي الأبطال أي أيوة ثلاثة مرات إيه ثلاثة مرات لا لا وراءات قوس دين مختلفة تسعة وتعيمة كاس الكوس كاس الكوس مختلفة مختلفة لا 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 كذا اختلفنا انت كاس الكوس في عام تسعة وتسعين غير عن دوري الأبطال يا سلام عليك انت حققتها مرتين الاتحاد حقق هذه النسخة مرتين عشان كذا اللي حققوا الهلال غير دوري الأبطال لا نفس نفس البطولة الاتحاد الأسو بنزل إحصائية من أول البطولة إلى آخر البطولة وكان الهلال مشترك في الهلال حقق الاتحاد الأسو ينزل قبل أمس تقرير عن الموبرارة النهائية انه إذا حققوا الهلال تعتبر البطولة الأولى وإذا حققوا أراوة تعتبر البطولة الثالثة البطولة لهم الثالثة بهذا المسمى أراوة والهلال بهذا المسمى المسمى تغير ولكن البطولة هي نفس البطولة لا لم تطلب بطولة مستقلة كانت أبطال الكوس أبطال الدوري كانت أبطال آسيا كانت ثلاثة بطولة لكن حتى الآن كاسر الحدر آسيا لا زال موجود تعرف تسعة وتسعين لما حقنات 99 ما كانت بديك الأهمية كان الدور السعودي عندنا كان أهم منها كأس الكوس يا كبتر خميس هو رقم واحد الهدف الرئيسي كأس الكوس يا ديك أي طيب هو هذا غير عن كأس الأندية الأبطال طيب ممتاز هذا البيض إيه أنت الاتحاد دخل هذه المنافسة في عمل في الواقع شوف هذا جدل في الإعلام الرياضي ما رح ينتهي قول كلمتين عن الهلال أنصف فريقك لا لا هذه حقيقة طيب والله إلى الصباح ما حنوح الموضوع هذا شوف شوف سالم هو مشتدل لن بمنطقك يا مساح يعني عنده أرقام واقعية والأرقام والأرقام الموقع برضو الأسوي يتحدث عن أرقام أنت تتكلم اليوم عن البطولة السابعة في تاريخ نادي الهلال الثالثة إذا حققها إن شاء الله بعد بكرة اليوم نتكلم عن المباراة المباراة الأجواء ما هي والله تدري ليه والله ترامي لك لأنه هذا أنا شايفه في أكثر من برنامج نفس الإشكالية موقع الاتحاد لا سينزل وكل فتاة بأبيها معجبة أنا اللي بالمرجع الأساسي المرجع الأساسي المرجع الأساسي يقول لك 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 حد راسي طب أنت أش دقيقة الزميل أحسن لا لا أنت أش رأيك في الموضوع بأمانة إذا بناخذ بمنطقه الدولة دقيقة دقيقة لا لا لأنهم هذي ثقعات أعرف ساب لما يبهد عن الموضوع الثقافة القانونية يجب ترتفع عند الشخص الثقافة القانونية يجب ترتفع عند الشخص بعض أحبة في الوسط الرياضي ما قلت اسمح هذا عندهم للأسف الشديد لا لا تقوله تعالي الوسط الرياضي يعني هو يقول هي نفس البطولة ولكن اختلف المسمع قبل موسمين حضرت لجنة توثيق البطولات كان بعض الأحبة في النصر والأهلي والاتحاد كان يقولون كأس دوري جلالة الملك هي الدوري كانوا الأحبة بعض من الميول الآخر الهلاليين وغيرهم كان يقولون لا هذه بطولة أخرى فبالتالي اليوم الآن عندما ارتبط الأمر بالهلال يقول هي نفس البطولة ولكن تغير المسمع هنا نفس البطولة تغير المسمع وهناك ما هي نفس البطولة تغير المسمع المشكلة فين أكون معاك صادق أن الاتحاد الآسيو زي ما ذكر رزمي الحسين تراحت أكثر محصائية الأسبوع هذا صح ولا لا صحيح أول شي قال صفر للهلال بعدين قال اثنين زي ما ذكر بسا صحيح إذن المرجعية اتحاد الآسيو لكرة القدم هو متناقض في معلوماته فبالتالي هذا الجدل حيستمر أنت اليوم جاي تسألوا عن مباراة الهلال بعد بقر لو بنخوض في موضوع تصنيفات البطولات الأسئية ما رحوصا لحل طبعا ما اختلاف اختلاف اللي ذكره الدوري زلالة الملك طيح حلو خلني اسمع يلا عسيس بلو أنا بس أعجبني كلام بنواف بس في نقطة معينة لا أتفق فيه معاها أبدا اللي هو هو تذكر أن الهلال شخصيته هجومية فبالتالي التغيير الشخصية هذه قد تفقدك المباراة نعم فبالتالي ممكن هو متوتر اليوم تتكلم بتوتر وخوف عذره معاه طبعا لا 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 يبغى الهلال يفوز لكن أنا ما قلت الهلال يدافع أنا ما قلت الهلال يدافع أنا قلت هايجم ولكن بحذر تبهر لما يروح الظهير أسلوبهم لا أسلوبهم أنا عندي مبدأ لا عندي ما في بحذر هو ما يغير سلوبه يفتح الملعب وروح الظهيرين لا هو سلوبه هو فريق قوي وشخصية تقوية يابس هذه المباراة يفرب عليك لو خير سلوبه وخسر مباراة بيقول لك ليش اللي بس شخصية هو سلوبه هو سلوبه هجوم وسلوبه قوته وخير وسيله لدفاع الهجوم خليه يجيب هدف يعني انت قصدك أنه على الهلال أن يحافظ على ستاين وعلى إيقاعه قرائي كفني يعني مدربين يقول عندك أنا ما عرف مدربين عرف حمد يعني أيو أنا أعطيك خبرات مدربين عندنا هذا تستفدنا منهم يعني هذه كلها مدارس اللي مرت علينا عشناها الحياة كلعبين المدربة يعطيك دروس هذه عملية أنا أقول له الهلال لا يلعب بنفس أسلوبه ونفس شخصيته زي ولكن بحذر برانة هيلة متوتر طيب خلينا نروح بسر للتقليل سعد كريري الإداري الجديد واللاعب الخبير يقود الهلال في الطريقة للآسيوية السابعة نتابع ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة الكابسن سعود شهادة مجروحة هو نعم الأخ نعم اللاعب نعم القدوة حقيقة الرجل محترف إدارياً لاعباً منضبطاً داخل الملعب وخارجه توفقه حقيقة الهلال في استقطابه بعد فهد المفرج كان خير بديل لأخ فهد تجربته في آسيا مرتين مع نادي الاتحاد أكيد أنه ستنعكس في تعامله مع الأحداث تعاملات خاصة الاتحاد مرة بمراحل مباريات صعبة وممكن أن تكون مشابه المرحلة اللي راحت اللي جاي الآن فيها الهلال فأتمنى حقيقة توفيق دوره مهم دور طبعاً دور الإدارية دور مهم في عمل البرنامج اليومي في عمل اللوائح في عمل التعليمات التعامل مع اللاعبين تطبيق النظام أحياناً أحدى مشاكل الآن في نادي الشباب الدكتور محمد تطبيق النظام ترى يحتاج ما يحتاج نجوم تطبيق النظام يحتاج حتى مرونة تتقبل يعني ممكن أن نوصل لك المعلومة والرسالة والقرار بأريخية بأريخية تتقبلوا دون ما يكون ند لند أيضاً أن الأخ سعود لعب مع بعض اللاعبين لعب معهم فهو بالنسبة لهم في مثابة العمر المتقارب التفكير فهموا لللاعبين فهموا لطريقة تفكيرهم هذه كلها حقيقة عوامل محفزة ومساعدة لنجاح الأخ سعود كإدارة في أي منظومة حسين تأثير السعود اليوم على المنظومة من خلال خبرات سعود كاريري أنا أثني على كلام الأخ خميس طبعاً سعود كاريري تربطنا معه علاقة منذ أن كان في القادسية لاعب منضبط لاعب يعني ما وصل إلى هذه المكانة إلا من انضباطه أخلاقه العالية استماعه بتوجيهات المدرب بتوجيهات الإداريين يعني من اللاعبين اللي يتقيد بالتعليمات بحذفيرها وهذا السبب نجاحه وإن شاء الله يحقق سعود كاريري مبتغاه وطموحه إن شاء الله سالم على السعود ولا يندرج نفسه للحديث اللي قلته أنه اللاعب في هذه المباراة يجهز نفسه بنفسه ماهو بحاجة أي تأحد ثاني إيه بس إذا تحقق المنجز يجب أن ينصف سعود نعم وإذا لم يحقق المنجز يجب أن لا أتكلم عن دور بعيدا عن هي منظومة أي خلل فيها سيلقي بظلال على البقية يعني عناصر المنظومة ولكن السعود نحن نشوف الهلال الموسم هذا ترى هو أعتقد أنه إكمال لمسيرة الكابتن فادي مفرج كل أمانة يعني الهلال توفق بالكابتن فادي مفرج والآن على الرغم من أنه موجود كعضو مجلس إدارة واعتقد أنه بعض الملاحظات وبعض المرئيات وبعض الدعم لكابتن سعود كريري يعني سعود كريري تاريخه الرياضي بكل أمانة مع القادسية والاتحاد والهلال كان أنموذج لاعب يعني كان يقدم وشباب كان يقدم عطاءات كبيرة فنيا بالإضافة للمستوى الخلق الرفيع اللي كان عليه بالتالي عندما تأتي بلاعب في هذا المنصب يجب أن يكون لاعب قدوة أعتقد أن هذه الصفة موجودة في سعود كريري طب اليوم نحن أيضا فريق العمل اللي كان معنا أو زملائنا اللي موجودين في اليابان كان عندهم لقطة للتمرين بالنسبة بالنسبة للهلال وعودة اللاعبين للهلال يعني العودة اليوم كان فيه جماهير كثير كانوا موجودين في انتظار وصول اللاعبين للهلال فاضطر اللاعبين للهلال لأنهم يذهبون من الباب الخلفي باب آخر وكانت كاميرا القناة الرياضية هي الوحيدة اللي موجودة والتقطة اللاعبين وهم يدخلون من الباب الخلفي لوجود الجماهير تعطي مؤشر على مسألة التركيز على أنه ما يبغون اليوم اختلاط مع الجماهير أي حديث ممكن ممكن يكون فيه كشافي من الفريق تعطي هذا المؤشر أنا سبق صارت معنا مرة في مباراة في الصين في إحدى المبارايات كان المدرب يعني أغلب التكتيك حتى كان شفاهيا يعني كان عنده توقع أنا سالة المدرب كنت أنا الكابتن ليش من نسوي كذلك قال أنا متأكد أن الصينيين الآن عندهم يعني حتى يمكن يكونوا عمال أيضا موجودة فبتوقع يكون فيه حذر في كل واليوم الوحيد يعني لأيام الماضية كانوا لا يدخلون بالبابر الحين بالنسبة لبعض المدربين يسوون إخلاق ملع تمرين هالأداة هذه أنا ما شوف منها فائدة يعني الحين لهلال لو مدرب أوراو ولا مدرب عارف اسلوبه وبمبيل عارف تشكيله في أمان الله يسول في الأخير كيف يصح في تمرين في أمان الله اشتركوا في القناة